السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا دكتور أهلين جود أهلين محمد السلام عليكم دكتور كدير لبسا لك الحمد لله لا يبارك فيك الحمد لله بارك الله فيك طيب بسم الله الرحمن الرحيم المود العام زي ما هو ما تغير إشي لسه الواحد حاس بيغصي ولكن لازم نستمر بإذن الله تعالى الموضوع اللي كنت كتبته على عجالة اليوم هو المغضوب عليهم The Cursed People فبدنا نحاول نشوف مع بعض بإذن الله تعالى من كتاب الله هذه المجموعة يعني مجموعة بينة بشكل كبير كتاب الرحمن ونستدل بشكل متواصل للآيات وعملية الربط فما يحدث اليوم على الأرض هو أكبر مثل يربط هذه الأحداث التي نراها بكل أحداث القرآن لن تجدوا أي حدث قرآني على الإطلاق يمكن ربطه بأي شيء يحدث في الجزيرة العربية يعني لكل المتخيلين الآن بأن مكة في مكانها هذا هو مكان طبيعي وأنا منذ أن انبثق الإسلام ونزلت الرسالة الخاتمة على النبي الخاتم محمد سلام الله عليه كانت في هذه الأرض ما يسمى بالجزيرة العربية وهذا اسم غير صحيح لأن الجزيرة العربية تاريخيا هو من يقرأ التاريخ ويدقق فيه هي أرض الشام هذه تسمى بالجزيرة العربية شمالا وليس جنوبا منطقة الصهراء ليس جزيرة العربية على الإطلاق هذا خداع تاريخي وتزوير أحداث ومن يقرأ ويدقق وأهل التخصص يعلمون أن هذا الكلام حقي الجزيرة العربية هي المنطقة التي فيها العراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن وسيناء كل هذه المنطقة تسمى الجزيرة العربية وليست الجنوب منها طيب الله سبحانه وتعالى علمنا بضرب الأمثال أجمل بيانات علم هذا الكتاب العظيم هي ضرب الأمثال كلما نقرأ مثلا نستطيع إسقاطه على حيثيات معينة في حياتنا وموطيات معينة فنقول صدق الله العظيم هذه الكلمات العظيمة التي نقرأها تصديقا لما يعلمنا الله سبحانه وتعالى فالرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إذن خلقنا بعدما وضعت علامات القرآن وعلامات القرآن قطعا لا بد لها من أمثلة يستخدمها الرحمن في مجموعة من الأحياء فتصبح حصيلة لتاريخ نحن نسميه تاريخ وهو علم الغيب الماضي الذي ينبئنا به الله ويستخدم مخلوقات صالحة وأخرى طالحة ليصبح هناك تجاذب ما بين الخير والشر ففي هذا الميزان التوازن الجميل الذي يريده الله تدون هذه الأحداث لتصبح هي الرسالة الثابتة فقول الله ثابت كلمته ثابتة سننه ثابتة لا يمكن تبديلها أو تحويلها وسنة الله هي معطيات أحداث مرتبطة بأمثال معينة تماثلية سابقة تتكرر ولذلك يعلمنا الله بأنها سنة لا يمكن تبديلها يعني سنة الله في الأولين فعندما نقرأ الآن وننظر علينا أن نقيس فقط أمرنا الله بهذا القياس أمرنا بأن كل ما نقرأه علينا أن نسقطه على الأرض ونرى له معطيات مصدقة لكلمات الله وإلا سيهجر هذا الكتاب وستصبح الناس تقول هذه أحداث ماضي لا قيمة لها ولن نستفيد منها الكثير فيهجروها وهذا يحدث بالفعل لأن هناك منهجية بغيضة ظهرت منذ العصر العباسي منذ 1273 عاما تحث الناس على ترك الرسالة الحق وهي هذا الكتاب الذي بين أيدينا واستبداله بدين بديل خطة بأيدي إسرائيلية بني إسرائيل من خطوا هذا الدين بديل وبدأوا يمنهجوا كما فعلوا تماما مع المسيحية من قبل فقد جاء بولوس الترسوسي وهذا أكبر مثل موجود إلى يومنا هذا ودون أحداث قال أنه أخذها عن المسيح سلام الله عليه وهو كاذب هذا رجل من بني إسرائيل هو إسرائيلي لا يحمل رسالة المسيح في قلبي بل جاء مزورا لرسالة المسيح وأسموه بالنبي النبي بولوس هذه المرتبة التي ارتضاها لنفسه فقد أزح المسيح إلى درجة الألوهية ففرغ مكان النبوة فأصبحوا نبيين النبي فلان النبي فلان وهم مجرد كتبة أو أنا أسميهم كذبة ليسوا بكتبة هم كذبة نفس الشيء لدينا نحن يصبح الآن النبي محمد في منطقة الألوهية ألا هو وانظروا في التكلف في التعامل مع نبي الإسلام سلام الله عليه محمد وانظروا الآن في المجموعات التي جاءت من بعده أصبحت في مستوى نبيين وأنا لا أبالغ عندما نقول أنظروا كيف التكلف في التعامل مع البخاري وبسلم والحمبلية والشافعية وأقص على ذلك كثير تماما كما في المسيحية هم أيضا بنفس المدارس وانقسموا في الداخل بنفس الطريقة تماما هؤلاء أصبحوا سنة والآخرون الشيعة وهناك يزد الكاثوليك والبروتوستانت والأورثودوكس والنفس الشيء وهنا الإخوان تزاد على هذه المجموعات فأصبحت فرق متمزقة فأصبحت فرق متمزقة كل منها يحمل شعارا ما ويجادل به وهذا ليس الآن مضمار ما نريد أن نتحدث فيه ولكننا سالرفلكشن فلاشباك ينظر الشخص مننا بنوع من التأمل للماضي والأحداث التي وردت ونعيشها هي معاشة في حياتي هذه التي أردها لنا الله سبحانه وتعالى فنستطيع أن نقيس ونتعلم وننظر بضرب الأمثال أن ما سقط فيه السابقون وهم مجموعات مسيحية من قبل كما سقط هذه المجموعة المتكلفة التي اداعت أنها حملت رسالة موسى صلى الله عليه وهم لا يؤمنون بهذه الرسالة على الإطلاق بني إسرائيل كذب مخادعين علمنا الله ذلك كشفهم الله من القرآن وعلى أيدينا أراد سبحانه وتعالى أن ننشر هذا العلم الثاقب من داخل كتاب الله ونبين للناس بالأدلة القرآنية القاطعة من هم بني إسرائيل من هو إسرائيل أولا من هم بني إسرائيل والعلاقة الوطيدة التي ارتبطوا بها على الأقل مجموعة أصيلة منهم في تبعيتهم لإسرائيل والأخرى لإبليس وقلنا أن إبليس أنثى هذه الأنثى تداخلت مع أباهم إسرائيل وكشفنا ذلك المرة الفائدة وإن شاء الله نتعمق أكثر فيها ولكن بيان القرآن وضحنا بالآيات القرآنية آية آية بأن كتاب الله سبحانه وتعالى يثبت من الآيات آية والآية بوضوح شديد بأن إبليس أنثى وقد عبدت وتبدلت مسمياتها في كتاب الله وجنة 11 مسميا لها هذه الآلهة الأنثوية التي اتبعتها الناس في غفلتها وأنسيت دين الرحمن وأصبحت الآن تسير في الدين البديل هذا كله وعز إبليسي وقد وعدت بذلك لا أقعدن لهم صراطك المستقيم وقد نجحت نجحت وبجدارة بجدارة انظروا الأرض من حولنا اليوم هذه الأرض لا ترتبط بدين الحق دين الله في شيء على الإطلاق قلة قلة من رحمه ربي هم ما زالوا متمسكين بالله سبحانه وتعالى أما الآخرون فيظلون أنفسهم على دين الله ولكنهم في الحقيقة يتبعون الدين الإبليسي هناك مجموعات خبيثة وهناك مجموعات ملعونة وأسمي في كتاب الله بالشجرة شجرة طيبة وشجرة خديثة الأشجار وتشاجرها وتداخلها شيء عظيم جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى وأراد الله لنا جل وعلا أنه علينا أن ندقق بشكل كبير جدا في كل كلمة قرآنية ونتفهم في ما يريده الله بضرب الأمثال فقد ضرب الأمثال في الشجرة وتفرعاتها هذه وانتشارها بشجرة العائلة إذن نحن الآن أمام منطقة عظيمة جدا في بيان الرحمن سبحانه وتعالى ويجب أن ندقق فيها بشكل كبير ونتتبعها بشكل كبير ونفهم عمليات الربط فمن يقيس منا أي مثل قرآني ولا يجد له تكرار أو ثبات على وجه الأرض عليه أن يعلم بأن هناك خلل هناك خلل فإذا قمت أنا اليوم وبدأت أقيس كل هذه الأحداث التي علمني الله المعارك من أجل الحق الصراعات التي دارت بين هؤلاء المنذرين والمبشرين في المشرق والمغرب وما بينهما هذه المجموعة النبوية المطهرة من 24 نبيا آدميا جاء مصطفى من الرحمن فإن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران هذه المجموعة المطهرة هذه الشجرة العربية الأصيلة ثابتة هي ثابتة في هذه الأرض وتمتد إلى السماء أين هو معراج السماء قيل لنا بأن النبي سلام الله عليه أعرج به من أرض محددة لم يكن معراجه من مكة الصحراء إطلاقا يعترف الجميع بذلك لا يمكن أن يخلف هذا أحدا ويقول غير صحيح بل هو واضح الدلالة عند كل التراث بما فيه من أخطاء بأنه جاء من أرض البركة فلسطين هنا وعندما ندقق في تواجد النبيين نجدهم جميعا تواجدوا في هذه الأرض هناك رابط شديد ما بين النبوة ما بين الإصطفاء ما بين هذه الصف والمجموعة التي أرادها الله تحمل رسالة النور وثبات هذا المكان هذه الأرض المطهرة التي تدور فيها الصراعات وستبقى إلى يوم الدين ها نحن الآن نراها بأعيننا نرا المفسدون في الأرض وسفكة الدماء الذين شهدت عليهم الملائكة تتحقق الآن أمام أعيننا نراها فنقول صدق الله العظيم حيات الرحمن الصادقة نستطيع تطبيقها وتصديقها على الأرض بضرب الأمثال فهذا الدين الذي جاء به الرحمن وعلمنا في كتابه العزيز نستطيع بكل بساطة الآن أن نقيسه على أرض نزول هذا الدين على أرض نزول هذا الدين فقد جاء هذا الدين على آدم سلام الله عليه ثم انتقل من بعده لأربع وعشرون نبي نفس الرسالة بثباتها الكلمات التي قال الله أن كلماته ثابتة وأن قوله ثابت وأن سننه ثابت لا تتبدل ولا تتحول هذا قول الله فلا يستطيع أحد اليوم أن يكذبنا لأنه يكفر بكلمات الله إن قال هذا كلام الذي نقوله الآن غير صحيح لا يستطيع ونقوله لهم ردوها علينا إن استطعتم ولن تستطيعوا بإذن الله إذن هذه الكلمات القرآنية ثابتة لابد لها من منزل رسالة تنزل فلابد لها من منزل ولها منزلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى فهذا المنزل لا يخلفه الله الله ثبات إذن هذا المنزل هو ثابت لجميع رسالات الرحمن التي نزلت على كل النبيين بدون استثناء كل النبيين بدون استثناء من آدم إلى محمد 24 نبيا تتنزل عليهم رسالة الثبات الإلهية في نفس المنزل الثابت وبنفس القيمة والقدرة والهيبة والهيمنة والعظمة لله سبحانه وتعالى والديني الثابت فعندما يأتي شخص الآن مضلل ضال لا يعلم كلمات ربه ولا يقرأها ويعتد بما هو خارج هذا الكتاب بما خارج كتاب الله هو يترك هذا الكتاب مجورا ويفتح الآن يقول أنا لدي مدونات توراتية لدي مدونات إنجلية لدي مدونات إسلامية للسنة والشيعة بما لديهم من أحاديث وسير محفوظة لديهم هذا يقول عندي إثنى عشرية عندي مجموعة من أصحاب الولاية الذين يدينون لهم بالعرفان وبالمعرفة ويتبعونهم تبعية عمياء بدون أي نقاش على الإطلاق كما مجموعاتنا وما تتبع من أئمة أربعة وتدقق وهناك من انفصل وأصبح له منهجية جديدة وسميت المسميات ربما تمتد أكثر فأكثر كل يوم والآخر يخرج بماهج جديد هذا ليس من الله في شيء إن كان من عند غير الله من الطبيعي جدا أن نجد فيه اختلافات كثيرة بالفعل كل ما هو على وجه الأرض ليس من عند الله مطلقا لأنه اختلافات كثيرة جدا بينها الثبات الوحيد في هذه الكلمات المدونة في هذا الكتاب العظيم القرآن وقد علمنا الله بأنه قرن فيه التوراة والإنجيل معا فمن يبحث عن الإنجيل الحقيقي سيجده في هذا الكتاب من يبحث عن التوراة الحقيقية سيجده في هذا الكتاب التوراة والإنجيل في القرآن فأصبح القرآن الرسالة الخاتمة التي بين أيدينا شاء من شاء وأبى من أبى إذن كل من يبحث عن أدلة تثبيت أمثلة لوجودنا على هذه الأرض والنبوآت التي لم نحضرها السابقة لنا نبوآت إلهية علم غيب سابق سيجد في هذا الكتاب فلندما نقرأ وندقق علينا أن نقيس في المكان الصحيح ولا يتحرج أحد مننا على الإطلاق أن يتبع هذه المنهجية لأنها منهجية ثبات رب المشرق والمغرب وما بينهما يعني نتكلم عن الأردن وفلسطين والبحر الميت ما بينهما هنا المشرق والمغرب وما بينهما رب طور سنين ورب طور سيناء وما بينهما هذا الحجر المحجور اليمن إذن عندما يأتيني الآن هذا المعمم سني كان أو شيء ويقول لي بأن القرآن يتكلم عن طور واحد فأقول له كذبت بكل بساطة وكل أريحية وأنا آسف لمن يتضايق من ذلك ولكنها الحقيقة هؤلاء من جاءوا من قم وأم القرى والقروين والأزهر ويتشدقوا بعلومهم التي نزلت عليهم ربما وحيا في غفلة من الناس ولا ندري عن ذلك ولكنها ليست في كتاب الله يقول بأن هناك طور واحد كتاب الله يتحدث عن طورين طور سنين وطور سيناء ليس طور واحد طورين كتاب الله يتحرك على هذه الأرض الجغرافية بمشرق ومغرب منطقة شرقية ومنطقة غربية وعندما قسناها في الأرض ذات الصدع وذلك الأخدود نهر الأردن وغور الأردن ووجدنا الحجر المحجور الذي هو فعلا حلقة وصل ما بين الماء العذب وذلك المالح العجاج التي لا تستطيع أن تحققها في أي مكان آخر في العالم بهذه الجغرافية ودقتها التي يصفها الله فهذا ضرب للأمثال فعلينا أن نبحث عن هذا المثل في الأرض ونتعلمنا أنها هو موجود هنا لن تجدوه في الصحراء ونتحدى أي مخلوق عاقل أو حتى غير عاقل يقول لنا بأنه وجدها ها هي هنا في الصحراء لن تجدوا هذه الجغرافية القرآنية على الإطلاق فلا مجال إطلاقا اليوم للمجادلة بأن يخرج كل هؤلاء المعممين مجتمعين ويقولوا أن هذا ضرب من الخيال وغير صحيح ما نقوله فنقول لهم تفضلوا ها هي الحج والبرعان من داخل كتاب الله الله يربط هذا المكان بجغرافية ثابتة فيقول الطور الأيمن والطور الغربي الأيمن عندما كان موسى عنده سلام الله عليه في زمن موسى ثم الغربي في زمن تواجد محمد سلام الله عليه فإذا محمد كان في فلسطين مباركة كان في فلسطين مباركة موسى كان في فلسطين وخرج منها إلى الأردن ومعه مجموعات من بني إسرائيل وعلمنا الله أين منطقة الخروج وهي ذلك اللسان الذي قسم البحر الميت إلى أودين هناك طور شرقي وطور غربي وأيضا هناك طودا شمالي وطودا جنوبي يقسم البحر الميت إلى حوضان حوض شمالي وحوض جنوبي ويفرق بينهما هذا الممر المائي الذي علمنا الله ومسمه اللسان لسان عربي مبين عارب بي ستجدوه أصيل هذا معنى العروبة أصيل ثابت وهذه آيات بينات يستطيع المخلوق منها أن يتحقق منها على وجودها في هذه الأرض أين هي في الصحراء؟ هذا هو التساؤل أين هي هذه الأدلة جميعا القرآنية؟ أين تجدوها في الصحراء؟ لا وجود لها على الإطلاق لا وجود لها عندما نبحث في أرض الأردن ونسير الآن في تلك المناطق الأثرية التي تواجد فيها قوم عاد وأيضا قوم تنور عند نوح سلام الله عليه ومن بعدهم ثمود وصالح ونبحث الآن في منطقة تواجد سيدنا إبراهيم سلام الله عليه وقوم الرص وهجرهم والانتقال إلى الأرض التي بارك الله فيها أنجيناهم إلى الأرض التي باركنا فيها إذن أنجى إبراهيم وذوط سلام الله عليه من بعد ومجموعات أصحاب الفيل قوم الفيل كل هذه الأقوام من بني إسرائيل الذين أنذروهم النبيون العرب المؤمنون الصالحون البشر الأميون سابقون في قيادة هذه الأمم قلنا انذرو في أولو العزم من الرسل وهذا الارتباط الشديد في هذه المنطقة سبعة زائد واحد عندما يقول الله سبحانه وتعالى سبع من المثاني والقرآن العظيم فنعلم الآن أن كل من ثنيوا عن طريق أولو العزم الذين قاموا بإثنائهم عما كانوا فيه من عتو وكبر بقوة من الله هؤلاء هم أولو العزم من الرسل قد تحققت جميع هذه الآيات هنا نوح سلام الله عليه تنور ثم يأتي من بعد ذلك قوم عاد مع هود سلام الله عليه وصالح مع ثمود ثم إبراهيم مع الرص ثم لوط مع مجموعات الفيل ثم يأتي شعيب والحجر ثم يأتي موسى وهذه المجموعات من بني إسرائيل إلى أن ننتقل إلى خاتم النبيين محمد سلام الله عليه وقوم تبع في نفس المنطقة ودورانها وأحداثها ومناطق تعذيب كل هذه المجموعات من بني إسرائيل في السابق تفضلوا ها هي براهيم الرحمن سبحانه وتعالى في عشر صور قرآنية متتالية سبع من المثاني والقرآن العظيم تفضلوا عشر صور قرآنية لم تستطيعوا أن تروها بكل ما لديكم من علوم ادعيتم أنها إلهية في قم وأم القرى والقروين والأزهر أين أنتم الآن من هذه البراهيم تفضلوا آتون ببرهانكم في الصحراء لآيات الرحمن تتحقق على الأرض بضرب الأمثال لن تجدوها الله يضرب الأمثال أن لن يسبقه أحد أبدا ونحن علينا أن نتحقق من ضرب هذه الأمثال لأنه يريد تعليمنا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فهو من يبين لنا سبحانه وتعالى لا إله إلا هو أما أنتم فأنتم على دين بديل شئتم أم أبيتم هذا ليس دين الله وليس من دين الله في شيء وأكبر دليل أنكم خارجون عن هذا الدين وأنكم مجموعات تنافق تنافق الناس وتخرج بهم بعيدا عن دين الله وما يحدث الآن على الأرض أمرنا الله بنصرة المؤمنين المرابطين والدفاع عن المظلومين في هذه الأرض وبالأخص في هذه الأرض المباركة فلسطين هذه الأرض المباركة وارتباطها بكل النبيين من قبل أرض الكنعانيين اليابيسيين أرض آدم سلام الله عليه ومن بعده في الإصطفاء نوح ثم آل إبراهيم وآل عمران هذه الأرض المطهرة ارتبطت بكل النبيين على الإطلاق وبالتأكيد كانت مرتبطة بمحمد سلام الله عليه ولما يدفن جده في أرض فلسطين المباركة في غزة هذه الأرض التي تدك الآن بالقنابل أمام عيونكم ولا يعلم أحد لماذا هذا الحقد الشديد على هذه المنطقة من الأرض لا يعلم أحد ونسمع الآن إلى أحد أئمة الشيعة بل هو قائدهم الآية العظمى من إيران وهو يتحدث ويقول بكل أريحية بأن هناك مقام لعلي والحسين في غزة لاحظوا الآن ظهرت الأدلة بدأت الآن تخرج هذه المعطيات التي يسكتون عليها لفترات طويلة وفجأة الآن تخرج تنبطق فإذا كانت كل هذه المعطيات موجودة هنا فلماذا لا تدفعون عن هذه الأرض لما أنتم خانعون ساكتون الآن تتفرجون جميعا هذا شيء رهيب شيء مذل ولكن الأقمع تتساقط أراد الله بتضحيات هذا الشعب العظيم في هذه الأرض المباركة أن يعلمنا كما حدث مع كل النبيين من قبل المجموعات الإيمانية وهم السابقون السابقون أرائك المقربون هذه المجموعات القريبة من الله يصطفيها الله سبحانه وتعالى ويقربها له أكثر فيأخذهم يرفعهم بعيد عن هذه الأرض أطفال ونساء وشيوخ وشبان كل الأشكال والأجناس واختلاف معطياتهم الفكرية والروحانية مسيحي كان الشخص منهم يغادر هذه الأرض أو مسلم لا يهم الآن هو اصطفاء اصطفاهم الله سبحانه وتعالى ليعري هذه الأرض ومن عليها فتتبين لنا الآن مجموعات النفاق المنافقة التي تكذب باستمرار وهؤلاء سينالهم عذاب شديد من الرحمن علمنا ذلك وأكد لنا ذلك أكد لنا ذلك تأكيدات تلوى التأكيدات في الآيات فنحن نقول الآن الارتباط العظيم لدلالات الرحمن بضرب الأمثلة لا تتحقق إلا في هذه الأرض لا يمكن أن تتحقق آيات الرحمن من معارك دارة من مناطق لنزول النبوة لمناطق تحديات على هذه الأرض لظواهر طبيعية لكل الأحداث التي تدور حول هذه الأرض لا يمكن أن تنفك عن هذه الأرض فلماذا لا تستطيع الناس الآن أن تعقل وتجلس الآن جلسة حق وتدرك أن ما هي عليه الآن هو وهم كذب هم يعشون وهم وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا نعم هؤلاء جميعهم شياطين يقودون الناس للكفر بعينه الكفر بآيات الله ولكن سليمان من هذه الذرية المطهرة من آدم إلى محمد سلام الله عليهم أجمعين من هذه الأرض المباركة من هؤلاء الذين يبادوا أمام عيوننا الآن فردا فردا نراهم الآن يغادرون هذه الأرض ولكنهم أحياء عند ربهم يرزقون أراد لهم الله الرفع فمن يخرج من هذه الأرض فقد أراده الله اصطفاء وقربه له سبحانه وتعالى فمن مجرد التعرف على معطيات البيان الذي يعلمنا الرحمن يشعر مخلوق منا بالضيق لالتزام أباؤنا وأجدادنا منظومة تراثية ضالة فاقدة لعلم البيان القرآن تماما فاقد له تتناقل منظومة شيطانية منسية للحق وكافرة للثبات الآيات المنزل من الرحمن بنور الله في السماوات والأرض هذا البيان يأتوا بكل ما دونوا ويقولوا هذا هو فوق كتاب الله انسوا كتاب الله دعكم منه خلكم معنا الآن اقرأوا هذه السنن اقرأوا هذه الأحاديث اعملوا بما نقول لكم الآن فهذا هو الدين فنقول كذبتم لا والله لن نفعل ذلك فعلينا الآن أن نتعقب بيان أجمل وأهم من داخل كتاب الله سبحانه وتعالى فكنا تطرقنا للفاتحة ذات السبع آيات المطهرة كما علمنا الله سبحانه وتعالى ومن بيان هذه الآيات ودقتها لن نخد في تفاصيلها فهي رائعة البيان وهي ميزان كتاب الله بأكمله فقد لخص كتاب الله في البقرة والبقرة لخصت في الفاتحة ومن أجمل توازناتها الآيات من الخامسة للسابعة في كتاب الله تفضل يا جود إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم أخذنا من هذه الآيات لأنه النص الشق الذي يعترف به كل مخلوق مننا ويوافق هذا المفاق بينه وبين الله سبحانه وتعالى فيقول إياك نعبد وإياك نستعين لن أعبد غيرك ولن أستعين إلا بك جميعنا نقرأ هذه الآيات ونقوله ولكن انظروا الآن كمية النفاق والكذب في المخلوقات على الأرض فقد خرجت عن مفاقها مع الله سبحانه وتعالى فمن ينسوا الله ينساهم الله سبحانه وتعالى وينسيهم أنفسهم يصبحوا نسيا منسيا انظروا الآن حال الناس في الأرض تفرجوا بضرب الأمثال الآن وانظروا كل من يتخلى عن هؤلاء المظلومين في هذه الأرض ويهنأ ويجلس بعيدا ويقول هذا لا يخصني لا يهمني ما يحدث الآن في أرض البركة فلسطين لا أكترث له على الإطلاق فاعلموا تماما أنه حكم على ذاته بالنسيان سينسى وستكون حياته حياة ضمكة سيعيش حياة عذاب ويبقى في هذا إلى الأبد بهذا الشكل انظروا ماذا يقول الله وسنتسلسل مع بعضنا البعض لنرى الآن هذه الأحداث ودقتها فهذه المخلوقات التي اتفقت مع الله أنها لا تأخذ علم إلا من الله وعلم الله في كتابه هذا الذي ينعم علينا به هذه النعمة كل ما خرج عن هذا الكتاب شيطانة وكفر بآيات الله إياكم وأن تسقطوا في هذا إياكم والسقوط في هذا لابد أن نحذر أن نسقط في كل هذه المتاهات التي يكذبوننا لذا النهار بأن يقولوا عليكم بالاتباع هذه المناهج وهذه السير وهذه الأحاديث وهذه الأنجيل وهذه التوراة كل ما يأت به مدونات مخطوطة بأيديهم كذب ثبات الوحيد هو هذا الكتاب وما جاء من عند الله سبحانه وتعالى فإياك نعبد وإياك نستعين وقال لنا بأنه سيعلمنا بيانه الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إذن سيبين لنا الله سبحانه وتعالى بعد أن بلغنا الرسالة التي بين أيدينا كل هذه المعطيات على الأرض إذن هناك تكرر للأحداث وإلا كيف ستتبين لنا لابد أن نراها في حياتنا في تكرراتها هذه ونبتدأ الآن الربط ما بين كتاب الله وآياته وما بين يحدث على الأرض فأين هي ضرب الأمثال في الصحراء؟ لن تجدوها أين هي ضرب الأمثال في أرض فرستين مباركة؟ ها هي أمامكم فريقان إحداهما مع الله وإحداهما مع إبليس يتصارعان على أرض المباركة والآن نرى كل هذه التحزبات هناك من يصطف مع الشيطان وهم كثر معظم سكان الأرض الآن وحكامها بالذات مع هذا الاتجاه ومجموعات قلة لا زالت متمسكة بدين الله لا تفارقه أبدا وتحفظ دين الله في قلوبها فننظر فيقول هذا المخلوق عندما يعقد هذا الوثاق بينه وبين الله هذا هو المثاق فيقول إهدنا الصراط المستقيم يطلب يطلب هذه الهداية ولكنه لا يغفل عن أن هناك صراط لكل شيء ولكن هناك صراط محدد يحدده المثاق كتاب الله قانوني بامتياز وكل شروط هذا العقد أو المثاق في هذا العهد الذي يتخذ الآن عند قراءة هذه الآيات بيننا وبين الله سبحانه وتعالى وتقرأ المخلوقات الكثير منهم سبعة عشر مرة في اليوم ولكنهم يكذبون أنفسهم ليسوا ملتزمين بها فيقول تحديداً صراط الذين أنعمت عليهم فنتساءل ربي ومن هم الذين أنعم عليهم من الذين أنعم عليهم فلأن هذه الآيات واضحة الدلالة أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين إذن هذه الدلالة بارتباطنا بصراط مستقيم هو ذات الصراط الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للنبيين الذين اصطفاهم من آدم ونوحا وآل إبراهيم والعمران هذه المجموعة المصطفى لها صراط مستقيم هذا هو الصراط المستقيم تحديداً الذي نطلبه في مثاقنا لا تختلط علينا الأمور ثم نقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذن هناك ثلاث مجموعات نحن نطلب الهداية على سيرورة جدنا آدم سلام الله عليه الوالد والولد في تبعية متصلة للمؤمنون الآدميون البشر ونلفظ مجموعتان مجموعتان إحداهما وصفت بأن الله غضب عليها والأخرى ضادة ولا يمكننا أن نغفل هذه المواضع لا بد أن نتعلمها فقد علمنا الله من كتابه العزيز أن هذه الفئتان موجودتان في كتاب الله وفي هذه الدلالة في سورة الفاتحة الآية السابعة هي خاصة بمجموعة أصيلة شجرتان إحدهما ملعونة والأخرى خبيثة هذه المجموعات شهدت عليهم الملائكة أسمت المجموعتان من جديد إحدهما مفسدة والأخرى سافكة للدماء هي الذات الامتداد لهذه الشجرة الخبيثة والشجرة الملعونة إذن شجرة النسل هذه الثابتة في كتاب الله زوجية واضحة الدلالة أرادها الله بيان وبضرب الأمثال أخذ يبدل ويعدل ويريدنا أن نفهم أعطانا الكثير من الأمثل عليهم ولكننا لم نتفهمهم لم ندرك الزوجية المقدسة في كتاب الله لهذه المعلومات ولذلك خفيوا عنها وبقيت الناس تتقبط وهذا سبب ما هم فيه الآن لاحظوا الاستكانة والوضع المزري الذي تعيشه الناس الآن ترى كل ما تراه الآن يحدث في أهلنا في فلسطين مباركة ولا يتحرك لهم ساكنا لماذا؟ لأنه كما نقول بالدارجة أصبحوا الآن كالتماسيح تتمسحت جلودهم أصبحوا قاسية جلودهم لا يؤثر فيهم شيء على الإطلاق قلوبهم قسط مع الزمن تعبت الناس واستسلمت لماذا؟ لأنها بعدت عن دينها لماذا؟ لأنها فقدت نفاقها ولا تعلم الكلمات التي تتمتم بها دون أن تدري تقوم للصلاة وهم مواظبون على ذلك خمس مرقة في اليوم يصلون ويقرؤون الفاتحة وعند قراءة فاتحة لا يتذكر أحد أن القراءة ليست مجرد تمتم بكلمات ولكن عليك أن تقوم سجودا لله بتطبيق ما فيه هذا المثاق الذي عاهدت الله وواثقته عليه فقد طلبت من الله وضوحا إياك نعبد وإياك نستعين يدنا الصراط المستقيم صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم وقد أعطاك هداك الله إلى الصراط الذين أنعم الله عليهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين إذن النبيين تلقوا النعمة والنعمة هي كتاب الله الحق وما في هذه النعمة أنت طلبته صراطا مستقيما وأهداك الله إليه ولكنك لصدته إن سلخت الناس كمن سلخ إسرائيل من آيات ربه هذا هو ما نريد الناس أن تلتفت إليه الآن إياكم والتبعية العمياء لإسرائيل دون أن تشعروا فقد صحرتكم الشياطين نعم كفرت الشياطين ولم يقفر سليمان فكونوا كسليمان يعلمنا الله بضرب الأمثال وأين كان سليمان في أرض البركة التي أرادها الله ثبات لهذه البركة افتحوا كتاب الله وقرأوا عن كلمة البركة في كامل آيات الرحمن لن تخرج عن أرض فلسطين مباركة الأرض التي أنقذ الله إبراهيم وذوط إليها وأنجيناه من الأرض التي باركناها هذه الأرض المباركة علينا أن نعلم الآن ثبات البركة ومكانها فلن تحل البركة إلا إذا تفهمنا ما هي البركة ولماذا يباركها الله سبحانه وتعالى إذن الآن الثبات واضح هناك انسلاخ هذا الانسلاخ الإسرائيلي الواضح في كتاب الله ونحن ممن علمنا الله دون رجعة أن يعقوب ليس إسرائيل لن نسقط هذا المسقط الإبليس اللعيم الذي زجت بنا هذه المجموعات التي تدعي الدين في هذا المستنقع المرضي وهو سبب كل هذا التخلف لدينا اليوم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين ممن ربي قال من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وذرية إبراهيم تحتوي داخلها يعقوب عليه السلام هذا ما هو تماما ذرية إبراهيم تحتوي يعقوب فلن يقول الله يعقوب ثم يذكره باسم آخر إسرائيل في نفس الآية وفي نفس الموضوع هذه استحالة قطعية وليأتي كل معممي الأرض ليواجهوننا ببرهان يثبت عكس ذلك لن يجدوا فنقول مرة أخرى بقوة ونعلم الجميع قولوا لهم عندما تواجهونهم في أي مكان في كل مكان تجدونهم فيه ردوها علينا إن استطعتم ولن تستطيعوا بإذن الله فلا علم لهم واجهوهم لا علم لهم ها هو علم الرحمن يعلمنا من كتابه العزيز يعقوب ليس بإسرائيل ومن جاء بهذه الإكذوبة هم بني إسرائيل ذاتهم وصدقهم هذا العالم الذي ضل بضلالهم المصدر الوحيد ستجدوه يأتي من المدونات الثوراتية يعقوب التعارك مع الرب وكسر له ساقة فمن اليوم يسميه إسرائيل هذا هو المصدر تبدل اسم يعقوب إلى إسرائيل من هذا المصدر تعارك يعقوب مع الرب وكسر له ساقة وفأسماه إسرائيل مبروك عليكم جميعاً الآن مسيحيون ومسلمون أصبح يعقوب إسرائيل ودخل النسيج الإسرائيلي اللعين هذه الشجرة الملعونة والأخرى الخبيثة اختلطت مع الشجرة العربية الطاهرة الثابتة التي يقول الله سبحانه وتعالى أنها شجرة طيبة لاحظوا الآن من الذي يدس السم في العسل للناس هؤلاء المشايخ سنة وشيعة لن نتحدث الآن عن مسيحية فهناك من يستطيع أن يبحث ويدقق ويدافع نحن الآن في أهل من يقولوا نحن اثنان مليار مسلم على وجه هذه الأرض يتحدثون بهذا اللسان العربي المبين ويقولوا أنهم أعلم أهل الأرض بما فيه من بيان وهناك من يدعي بأن معممه هذا الذي يحمل الرسالة في سرداب وهو من يعلمه أكثر من أي أحد آخر ويتبعونه تفضلوا آتونا بأدلتكم ها هي الآيات أمامنا وها هي المواضع التي سقطت فيها هذه الأمة وخرجت بشيطانة الكفر عن دين الحق وثباته عما علمنا النبيون هؤلاء المطهرون الذين جاءوا في أرض فلسطين أرض الكنعانيين أرض اليابوسيون هذه فلسطين المبارك ها هي الأرض التي أنجبت هؤلاء النبيين جميعا وتجمعوا فيها لتعليم الناس برسالة الحق الثابتة تشهد علينا الآيات القرآنية بضرب الأمثال في ثباتهم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم لاحظوا ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل لأن إسرائيل كان نبيا فلم يكذبنا الرحمن والعياذ الله أبدا بل قال لنا في مريم 58 أن إسرائيل نبيا قضي الأمر ونعم إسرائيل نبيا ولكنه ليس يعقوب إنما هذا النبي له قصة كبيرة تدور حولها أحداث الآيات القرآنية بأكملها ويتظاهر بالعمى كل من هو قائد ديني سنيا كان أو شيعيا فهم صم بكم طرش لا يروا ولا يسمعوا ولا يبقاوا وقالوا بأن إسرائيل هو يعقوب ذاته وهذا كذب هذا كذب على الله هذا افتراء كذب على الله سيعاقب جميعا عليه لا يمكن أن يرحمهم الله بهذا الكذب فنقرأ الآيات فنعلم يأتلوا عليهم الذي انسلخ من آيات ربه إسرائيل هذا هو إسرائيل فأتباع الشيطان هذا هو إسرائيل هذا النبي المنسلخ من آيات الله سبحانه وتعالى هذا هو النبي الذي أبدل آيات الله في أحر وأوقع وأصلب أماكن ثباتها يبدأ هو يبدل فيما حرم الله المحرمات بدأ يتلعب فيها هذه أصعب المناطق وبدأ يحربها يأخذها جميعا يحلها كل الطعام أصبح حلا لبني إسرائيل انفكت المنظومة بالكامل ثم جاء هذا الخبيث وبدأ هو يضع الشروط ويغير ويبدل إلا ما حرم إسرائيل عن نفسه طبعا هو أله ذاته أصبح إلها ويتبعونه إلى الآن ولذلك أسموا الأرض المباركة بإسم هذا اللعيم أسموها إسرائيل ولا يتساءل أحد اليوم لماذا اختاروا هذا الاسم لهذه الأرض المحتلة لماذا لم يختاروا ديفيد هم يقولون دائما أن داود هذا هو نبيهم القائد العظيم فلماذا لم يقولوا ذلك وعلمنا الله أن جميع النبيين المطهرين آدميين لا يتصلوا ببني إسرائيل على الإطلاق ولا نبوة لبني إسرائيل على الإطلاق لم يكن أي نبي منهم هذا الجنس الخبيث الملعون والخبيث لا يمكن أن يحمي الرسالة لا يمكن أن يكون محل حمل الرسالة تنزل عليه وحي من السماء لم يحدث أبدا في كتاب الله كذبوكم ولا زالوا يكذبونكم اليوم يقول لكم نبيين بني إسرائيل فنقول كذبتم اخرصوا كفاكم كذبا أيها المعمم مهما كنت وكانت درجاتك أنت كاذب بني إسرائيل ليس منهم نبيا إلا هذا الفاسد الذي انسلخ من آيات ربه وسحبت منه النبوة فلم يعود لم يعود وأتبعه الشيطان بل تناسل مع الشيطان وأصبحت لهم كما كشفنا المرة الفائتة هذه الذرية اللعينة من المأجوج في هذه الأرض سفكة الدماء ومن لا يصدق ما يقوى عليه المأجوج وهذا الصلف المرضي في هذه المجموعات المريضة المغضوب عليها في كتاب الله هؤلاء هم المغضوب عليهم يفتح تلفازه وينظر ويتعلم هؤلاء هم سفكة الدماء من بني إسرائيل المأجوج ذرية إبليس هذه ذرية إبليس أمام أعينكم ترونهم الآن أمام أعينكم هذه أرض ضرب الأمثال هنا الآيات القرآنية تتحقق أمام أعينكم وليس في الصحاري الصحاري هانية تستمتع بضوء الشمس إذن الموضوع أصبح بين وأصبح دقيق وأصبح واعد لكل من يريد أن يفهم آيات ربه ويدقق فيها وهذه الآيات الكريمة لا يمكن أن تبشرنا إلا بكل خير قادم بإذن الله سبحانه وتعالى من يتمسك فيها سبحانه ماذا يقول الله في الممتحنة ثلاثة عشر يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب الكبور صدق الله العظيم تعالوا معا لنتدبر هذه الآيات الكريمة كما لم يتدبرها معمما من قبل يا أيها الذين آمنوا فهذه دعوة لكل من دخلوا دين الله حديثا سابقا وحديثا إلى اليوم فكل آيات الرحمن بكل كلماته ثبات ولا يمكن أن تتبدل هذه قاعدة قرآنية كلمات الله ثابتة لا تبديل لها إطلاقا قوله ثابت لا تبديل له إطلاقا وسننه ثابتة لا تتبدل ولا تتحول فهذا صاحب النسخ والمنسوخ نقول له اذهب إلى الجحيم أنت وكل طرهاتك المرضية وذلك الذي صلح إسلامه ككعب الأحبار ومن منبه وعبد الله بن سبع والطرسوسي كل هذه المجموعات المرضية من بني إسرائيل نقول أنهم كذبة مشعوذين شياطين كفار بكلمات الله ولا علاقة لهم بدين الله ولن نتبع أي شيء على الإطلاق نحن نقرأ إياك نعبد ونقوم بتنفيذها سجودا لأمر الله سبحانه وتعالى إذن إياك نعبد هي التبعية العلمية لله وحده لا إله له ولن نستعين إلا به في علم البيان فقد خلقنا ويعلمنا البيان كما نتعلم الآن قادرون أن نعلم أنفسنا بما يعلمنا الله سبحانه وتعالى ولسنا بحاجة لهؤلاء المعممين لسنا بحاجة لهم هم عار هم عبد على هذه الأمة هذه المجموعة يجب أن تزال تزاح عن الطريق بأسرع وقت ممكن لأنهم حاجز عائق بيننا وبين الله سبحانه وتعالى هؤلاء المرضى المنافقين الكذبة الشياطين لابد أن تكفر بهم الناس وتبعدهم عن طريق الله تبعدهم عن طريق الله فنور الله سبحانه وتعالى قادم لكم هؤلاء يقفوا عائق في الطريق لابد أن يزاحوا عن الطريق انظروا الآن من حولكم أين ذهبت المجموعات الجهادية التي كانت تنادي بالجهاد في سبيل الله أين ذهبوا هل فقد سبيل الله أم ضاع العنوان لا يرونه الآن هؤلاء العمي هؤلاء العمي عمت بصيرتهم فلا ينطق منهم أحدا سنيا أو شئيا أين هو الجهاد أين هي الدعوة الآن لماذا لا ينفر أين النفير أين النفير أين نفيرهم لماذا صمتوا تخنى في الشهر الثالث وتذبح المخلوقات الطاهرة وهي أطهر منهم جميعا أطهر منهم جميعا أحذيت هؤلاء في هذه الأرض المطهرة من تسيل دماءهم الآن دفاعا عن هذه الأرض المباركة أرض الرحمن الباقية إلى يوم الدين في رباطهم هذا أطهر من كل هذه المخلوقات على وجه الأرض وأنا أقوله وبقوة وهذا ما علمنا الله وسنصدع به إلى يوم الدين كل من يتخاذل في الدفاع عن هؤلاء والنطق بالحق هو شيطان أخرس شيطان لعين لن يقبله الله اقرأوا معي الآيات وتعلموا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم غضب الله عليهم من هؤلاء الذين غضب الله عليهم وهذه المجموعات تتولهم لاحظوا جعلهم ولاة عليهم يتولونهم المغضوب عليهم في كتاب الله هم بني إسرائيل المأجوج مجموعة مشتركة قال الله فيهم بأنهم نجس شجرة ملعونة ونجس لا يقرب المسجد الحرام وهو بيت المقدس بك القدس لمن لم يتعلم معنى بعد بك القدس هي المدينة المنورة المدينة الفاضلة هذه البكة هي المسجد الحرام الأوحد على وجه هذه الأرض لا يوجد غيره إطلاقا الله ثبات الله لا يتبدل قبلته وينشرك من مكان لآخر حسب الأفضلية والتفضيل بين هذا النبي والآخر هذا لم يحدث لم يكن محمد بدعا من الرسل بل هو خاتم النبي وهو ذاته على نفس هذه الصراط المستقيم صراط النبيين من قبل فلا يمكن أن يكون صراط الله وصراط النبيين بنعمته يقودنا إلى أرض البركة في القدس عند إبراهيم وموسى وعيسى ونجد محمدا في صراط مختلف فهو ليس بصراط المستقيم هذا ليس صراط المستقيم نتحدث الآن بالحجة والبرهان الدامغ من داخل كتاب الله فليأتي هذا المعمم ويصارحنا الآن كيف يخذلنا الرحمن بجعل صراطه المستقيم يتأرجح عند النبيين من قبل في أرض البركة فلسطين ثم يتبدل ويذهب بنا إلى أرض أخرى في الصحراء اليوم ولازلنا نقول بأنه صراط المستقيم هذا غير صحيح هذا غير صحيح لا بد أن نعي بأن صراط الله المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم ومن أنعم الله عليهم وضحه في مريم 58 أولئك الذين أنعم الله عليهم ممن ربي من النبيين من أي نبيين قال لا يوجد غيرهم من ذرية آدم ولم تكن من ذرية إسرائيل نبيا لاحظوا إسرائيل منفاردا مخذولا هذا الذي انسلخ من آيات ربه لعنه الله بلعنته في تبعيته للملعون إبليس إذن من يتبع ملعونا يلعن وهذه القاعدة هكذا فنعلم الآن بأن من ذرية هذا التزاوج التداخل الملائكة الساقطة إبليس التي هبطت والهبوط هنا في الدرجة ليس لك أن تتكبر فيها خروج نفي أخرج لا يوجد لك مكان هنا إذن كان لإسرائيل من قبل اليأجوج كما كان لآدم من قبل العربي فتزاوج أو تداخل الآدميون مع الشجرة الخبيثة من بني إسرائيل وهي محرمة عليهم وإذا بالأعرابي يخرج لنا هذا هو النسل الذي قلنا بأنه نسل تداخل محرم من الله سبحانه وتعالى هذا لم يرده الله سبحانه وتعالى ولكنه حدث فخرج الأعرابي نسل خطيئة فقتل الأعرابي العربي الأعرابي قتل العربي وهناك أيضا حدث نفس الحدث تماما تزاوج إسرائيل وإبليس أنجب المأجوج بعد أن كان لإسرائيل يأجوج من قبل فقتل المأجوج اليأجوج كيف علمنا ذلك؟ قال الله ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل آه إذن هذا الحدث الذي حدث عند ابني آدم علمنا الله ذلك تكرر من قبل كان من قبل سابقة في هذه المجموعة من بني إسرائيل وهم أقدم من آدم في الوزود وقد شهدت الملائكة بإفسادهم وسفكهم للدماء انظروا العلم وجماله وثباته من كتاب الله من يعتمد صادقا إياك نعبد وإياك نستعين يعلمه الله وإما من يذهب ذليلا لهؤلاء المعممين لن يفقه شيئا على الإطلاق وسيبقى يراوح مكانه في كل آيات الكذب التي جاءوا بها وادعوا أنها من عند الله ويلست من الله ليست من الله بشيء لا يوجد فيها أي ثبات للإطلاق إذن يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوم غضب الله عليهم غضب الله عليهم فولاية المأجوج من بني إسرائيل المغضوب عليهم شيء لا يريده الله للمخلوقات لاحظوا ماذا قال في وصفهم وهذا خطير للغاية غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة يا الله ما أعظم هذا البيان عندما يتكرر شيء ما على الشخص ولا يجد منفذا منه يأس يصبح في حالة يأس والآن نقول للمخلوقات بأن عند وفاتك نصل إلى الآخرة وهذا شيء طبيعي هناك أولى وهناك آخرة هناك بداية وهناك نهاية ولكن هؤلاء لسبب ما لاحظوا دقة آيات الرحمن والتي لن يعلمكم إياها معمما ما حيتم أبدا لن يفعل ذلك اقرأوا ودقيقوا قد قال الرحمن قد يأسوا من الآخرة هؤلاء المغضوب عليهم المأجوج من بني إسرائيل آه إذن هذه هي المجموعات التي تحدثنا عنها التي لا تؤمن بالآخرة لأن عندما ماتها يعيدها الله من جديد ومنهم من أعادهم قردة وخنازير وهذه دقة الآيات جعلنا منهم القردة والخنازير لماذا؟ فهم يقتلون قتل قتل الرسل قتل النبيين لاحظوا الآن واضح جدا البيان في كتاب الله سبحانه وتعالى وها هم أمام أعينكم ماذا يفعلون؟ يقتلون الأبرياء انظروا الإفراط في القتل الحقد على المخلوقات الآدمية ولن يضطق أحد بذلك لو علمت الناس الحق لما صمتت لما صمتت الآن عندما تنظر لهذه المجموعات اللعينة الملعونة المغضوب عليها من الله سبحانه وتعالى هؤلاء المأجوج من بني إسرائيل انظروا انظروا في وجوههم وتصرفاتهم اللعينة لعنهم الله وقبح وجوههم عندما يتوفهم الله ويأخذهم من هذه الأرض يعيدهم من جديد هذا ما يسمى بالريإنكارنيشن العودة نعم هذه هي العودة يعيدهم الله لهذه الأرض من جديد وهذا أقصى أنواع العذاب أقصى أنواع العذاب لا ترقي لهم لا جنة لن يروا جنة أبدا لن يستطيعوا مغادرة هذه الأرض فهي سجن أبدي لهم ولذلك يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور وندقق الآن قلنا القبر إخوتي وأخواتي لا علاقة له بالأجداث الموجوع مختلف تماما الناس تأخذ الآن كذب هؤلاء الشياطين فقالوا لنا من يتوفاه الله يقبر في الأرض هذا الكلام غير صحيح هذه الحفرة التي تحفر في الأرض ويوضع فيها جثمان هذا الشخص هذا يسمى جدث في كتاب الله ونشرنا ذلك منذ سنوات الحمد لله رب العالمين علمنا الله الفرق هذه تسمى أجداث أما القبور فهي مستودعات الأنفس الأنفس لا تموت ولكنها تستودع لها مستودع يسمى قبر طيب كما يأس الكفار من أصحاب القبور لاحظوا التبادلية في الزوجيات المعرفية قد تبدو معقدة بعد شيء ولكنها في غاية الدقة لم يذكر الله المشركين ولكنه ذكر لنا غضب الله عليهم فعلمنا أن هؤلاء هم المشركين الذين غضب الله عليهم وهم المأجوج من بني إسرائيل ولكن في الشق الأخر من الآية قال الكفار وعلمنا الله أن الكافرين في كتاب الله هم اليأجوج من بني إسرائيل وهذه المجموعة ضالة إذن في التوازن علي أن عندما أقرأ غضب الله عليهم أعلم أنه يحدثني عن المشركين المأجوج وعندما يقول الكفار أعلم أن هذه المجموعة هي المجموعة الضالة من اليأجوج من بني إسرائيل إذن ذكرت في الآية ثلاث مناطق مجموعة يحذرهم الله في دخولهم في الدين جدد أن لا يتولوا اليأجوج والمأجوج من بني إسرائيل لا يتولوهم فمنهم المأجوج من غضب الله عليهم الملعونين هؤلاء قد يأسوا من الآخرة لأنهم يعلموا الآن بصعوبة أن تأتي هذه الآخرة هي ستأتي ولكن الله أطال في وجودهم في هذه الأرض الناس يتوفاها الله ثم يأخذها بما حصدت في هذه الأرض من خير أو شر ويوزعوا في هذا الكون إن كان والعياذ بالله جهنم أو جنة ويرتقوا أهل الجنة في جنة عدة في هذا الكون الفسيح ويتم ارتقاءهم وبالأخص هذه المجموعات التي ترتقي عن إيمان كأهلنا الآن في فلسطين هؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون كتب لهم الله ذلك وعلمنا هذا بوضوح سبحانه وتعالى أما هذه المجموعات من بني إسرائيل الشجرة الخبيثة والشجرة الملعونة من غضب الله عليهم من المأجوج المشركين والأضالين من الكفار اليأجوج من بني إسرائيل هؤلاء يقول فيهم كما يأس الكفار من أصحاب القبور فنقف وقفة الآن بيانية ونقول من هم أصحاب القبور التي حفظت أنفسهم ويأس اليأجوج الكفار من أصحاب هذه القبور وإذا بنا نتذكر بأن ولاء المأجوج لأمهم إبليس هذه المجموعات المغضوب عليها الملعونة ولائهم لأمهم الملعونة إبليس من قبل أما ولاء اليأجوج فهو لأباهم إسرائيل ولاءهم هائلاء المجموعات من اليأجوج الكفار هو لإسرائيل هذه المجموعات الدينية وليست المجموعات العسكرية من المأجوج كما فصلنا من قبل بدقة المأجوج عسكريون ماليون اليأجوج سياسيون دينيون فهذه المجموعة من الكفار من اليأجوج يأسوا من أصحاب القبور أي أنهم بانتظار عودة ما يسموهم مصايا وهو إسرائيل ولذلك سموا هذه الأرض المطهرة باسم هذا الخبيث الذي انسلخ من آيات ربه وهم سيأسوا حتما لأنه لا عودة لهذا الخبيث يسمونه بالمخلص ينتظرونهم ينتظرون عودته المزعومة ولن يعود وهناك من قلدهم هناك من قلدهم هناك من ينتظر عودة من في السرداب يظن بأنه سيعود فيقول ستيأسوا كما يأسوا الكفار من أصحاب القبور والله الله الذي لا إله إلا هو يعلمنا في الممتحنة 13 من أجمل بيانات كتابه العزيز حتما لن يعوده حتما لن يعوده إذن ننتقل الآن من جماليات هذا البيان بحمد الله سبحانه وتعالى إلى المجادلة 14 ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون صدق الله العظيم بيان جديد آيات تقرأ علينا وكأننا نستمع إليها لأول مرة ولكن عندما يريد الله سبحانه وتعالى هذا النور الوضوح فيه بشكل كبير جدا نستطيع الآن بكل دقة أن نفصل هذه الآيات ونراها ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم نفس من غضب الله عليهم في الممتحنة 13 إذن هذه المجموعة من بني إسرائيل المأجوج سفكت الدماء المجموعات العسكرية المجموعات المالية وهم من يتحكمون في مقدرات أهل الأرض اليوم أكثر من 50% من مقدرات الأرض كلها في يد هذه المجموعة الصغيرة كالروكوفيلرز والروتشايلز وهذه المجموعات المتخفية وراء الستار والتي تقوم بتعيين كل هذه الرؤساء والحكومات على وجه الأرض هم من يتحكم فيهم جميعا علينا الآن أن ندركهم الماسونية هذه المجموعات الواضحة الدلالة والضاربة في التاريخ السبعين رجل الذين رأيناهم في آيات الرحمن يعلمنا عنهم سبحانه وتعالى عند موسى وحتى عند محمد صلى الله عليه لا تدرك الناس اليوم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم استغفر لهم سبعين مرة هم ذاتهم السبعين رجل عند موسى وهؤلاء قضاة بني إسرائيل هذه المجموعات المتحكمة ذاتهم الذين كذبوا ودعوا كذبا عند المسيح بأنه ادعى الألوهية وتسببوا له في مشاكل مع الحكم في تلك الفترة وحكموا عليه نحن الآن نقرأ هذه الآيات ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم إذن هناك مجموعة جعلوا لهم ولا والي ولا تولوا من تولوا المأجوج وهم العونين مغضوب عليهم مجموعات بني إسرائيل من الله فيقول الله بشكل وضوحي جدا في الآيات لكي ندرك بأنه مشهد سينمائي موضح لمجموعات مختلفة الله يقول غضب الله عليهم ما هم منكم الخطاب لنا نحن من يتابع الآن المشهد نحن المؤمنون بحمد الله سبحانه وتعالى البشر الأدميون يقول الله ما هم منكم أي من غضب الله عليهم ولعنهم المأجوج من بني إسرائيل ليس منا في شيء والحمد لله نحن آدميون بشر مؤمنون عرب لا علاقة لنا بالمأجوج المغضوب عليهم هذه المجموعات السافكة للدماء يقول الله بشهادة واضحة ما هم منكم ليس منكم احذروه ولا منهم ولا منهم الآن علمنا أنهم هذه المأجوج ليس منا فالله يصف المجموعة الأخرى التي حذرها ألم ترى إلى الذين تولوهم من يتولى المأجوج دائما الأعراب الأعراب عندهم ضعف شديد ويتولى المأجوج من بني إسرائيل يصير حذوهم ويفعلون كل ما يؤمرون به هم ولاتهم سبحان الله فالله يحذرنا ويقول ألم ترى إلى الذين تولوا قوما من تولوا القوم هم الأعراب تولوا من تولوا المأجوج ما هم منكم ليس منا احذروا احذروا هذه المجموعة ليست منكم ولا منهم فالمأجوج يختلف عن الأعراب ويختلف عنكم أنتم أيها العرب سبحانك ربي ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ها هم الآن موثيق أمم دولية وحقوق إنسان وكلها يحلف على الكذب وهم يعلمون أنهم كذب ملاعين تكشفت الوجوه وأصبحت صفاتهم اللعينة واضحة في كتاب الله يكشفهم لنا الرحمن سبحانه وتعالى فلا يخفوا عنا بعد الآن وأصبحوا واضحين ماذا يقول الله في العنفال ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لكتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم نعم من جديد مرة أخرى نتحدث الآن عن بيان دامغ من كتاب الله يقاس بضرب الأمثال في هذه الأرض ونستطيع تفكيكه بشكل جميل وسلس كما يعلمنا الله ومن يولهم يومئذ دبره إذن نحن نتكلم عن مجموعة هزامية لا تقاتل من يقاتلنا وهم المأجوج العسكريون من بني إسرائيل سافكي الدماء أمرنا الله بقتالهم وعدم التولي عن هذا الأمر بالسجود لله سبحانه وتعالى بأن نقوم بمواجهة هؤلاء ونصرة هؤلاء المظلومين في أرض فلسطين مباركة فهم يدافعون عن فغر العالم بأكمله وليس الإسلامي فقط بل والمسيحي أيضا وكل من يؤمن بأرض البركة وأرض الرحمن سبحانه وتعالى بها مسجده الحرام وبيته الحرام ومشعره الحرام هذه الأرض المباركة بكة القدس هي مركزية كل شيء متعلق بالله سبحانه وتعالى في هذه الأرض فأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن لا نولي الدبر أي أننا نتخلف نبعد ينأى الشخص بذاته ويقول لا علاقة لي أنا بالموضوع هذا يولي الدبر فمن يولهم الدبر جاءت الآية في نهايتها تقول مصيره تماما مأواه جهنم وبئص المصير فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئص المصير لاحظوا الآن كل شخص مأمور بأن يقاوم هذه الزمرة حزب إبليس الزمرة الإبليسية حزب الشيطان بكل قوة أمر من الله مباشر لا ننتظر معمم يقول للناس تفضلوا اخرجوا أو لا تخرجوا بل علينا جميعا أن نواجههم وبقوة لا بد من كسرهم هذا أمر من الله ولا نوليهم الدبر وكل من ولهم الدبر فقد باء بغضب من الله أي حلت عليه نفس اللعنة التي هي أصلا على هذه المجموعة من المأجوج سافكي الدماء هذه المجموعة من بني إسرائيل من غضب الله عليهم ولعنهم كل من يولهم الدبر أصبح ملعونا مثلهم وغضب الله عليه ومأواه معهم في جهنم لاحظوا هو يفر من مقارعتهم ومواجهتهم فيجمعه الله بهم في جهنم سبحانك الله نعود مزالت الآيات في غاية الدقة ولا بد من بيانها بإذن الله استثنى الله مجموعتان غير هذه المجموعة التي يومئذ يولونهم الدبر ويولونهم الأدبار هذه المجموعة علمنا الله بأن مصيرهم مصيرهم إذا لم يحاربونهم خوفا من أن يقتلوا على أيديهم فيجمعهم بهم الله في نفس اللعنة والغضب في جهنم هذه المجموعة المتخاذبة ولكن الله يستثني مجموعتان فيقول إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فنأخذ الآن قياسا لضرب الأمثال وما يعلمنا الله ما نراه الآن هناك متحرفا لقتال أن يقول أنني لا أوليهم الدبر لن أهرب من المقاتلة ولكنني سأنحرف عن المعركة الأساسية وأقاتل في مكان آخر بطريقة أخف وطأا استراتيجيات معينة نعم هذا نرى على الأرض اليوم هناك من قالوا بأنهم توحيد ساحات ومجموعات تتبع في قيادتها العسكرية مثلا المجموعة في إيران اليوم ونجدهم في حزب الله ونجدهم في سوريا ونجدهم في اليمن هذه المجموعات تقاتل ليست المعركة الأساسية هم لم يدخلوا المعركة الأساسية على الإطلاق ولكنهم متحرفين لقتال يقاتلون بطريقتهم في حدود معينة أنا شخصيا لا أرتضيها لا أقبلها ألفظها كان من الأجدى بهم أن لا يتحرفوا لقتال بل يقاتلوا مباشرة كما الآخرين هذا أمر إلهي سبحانه وتعالى أمرنا به ولكن هذا ما حدث واستثناهم الله من اللعنة لابد أن نكون صادقين في كلمات الله استثناهم الله من اللعنة والغضر فلا يسقط عليهم ما يسقط على من يتخاذل تماما وهم كثر السنة بأكملهم على وجه هذه الأرض متخاذلين كل المسلمين من يدعوا الآن بأنهم سنة لاحظوا تخاذلوا تماما يولوا هذا العدو الخبيث الدبر فنقول لهم هنيئا لكم بما حصدتم بأيديكم فلم يظلمكم الله ولكنكم ظلمتم أنفسكم فقد قال الله بشكل واقعي ودقيق وهو وعد لله حق فقد باء بغضب من الله ومأواهم جهنم وبئص المصير هذا ما حصدتم أنتم وليتم الدبر لا نرى مجاهدين منكم الآن كما فعلتم في أفغانستان وغيرها لماذا تجمهرتم بسرعة في سوريا ورصدتم المليارات وقمتم بجمع الذخائر والمعدات وقامت الحروب ولم تقعد إلى يومنا هذا فنقول أين أنتم الآن من هذا العدو ليست كلمات بل هو أمر من الله فأين أنتم من الإيمان بالله والله أنكم لستم بمؤمنون أيها الكذبة والله لستم بمؤمنون كل هذه المشايخ الآن بذقونها هذه التي يربونها ويقصرون سراويلهم نقول لهم لستم بمؤمنون أين هو إيمانكم هذا أمر إلهي وتخلفتم عنه وليتم الدبر لهذا العدو فالمجموعة الأولى متحرفة لقتال فستثناهم الله أما الأخرى متحيزة إلى فئة كل المخلوقات على وجه الأرض الآن التي تخرج في مظاهرات وتنطق في محافل العالمية والصحفية وتمد بالمال وتمد بالصمود النفسي وتطلع على التلفاز وتفاخر بهذه المجموعات التي تقاتل وتظهر محاسنهم وتقف معهم هذه متحيزة لهذه الفئة متحيزة لهذه الفئة ولكنه أضعف الإيمان أضعف الإيمان كان الأوجب على الجميع هو القتال المباشر وسحق هذه المجموعات المأجوجية المتكبرة اللعينة في هذه الأرض ولكن كل من لم يفعل ذلك يحق عليه غضبا من الله ومأواهم جهنم وبئس المصير معاهم في نفس المأوى ونفس المصير واستثنى الله بعدله سبحانه وتعالى وقصده بأن أنظروا قال إلا متحرفا لقتال أو متحيز إلى فئة ذل الله رب العالمين ننتقل الآن إلى البقرة واحد وستون وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقفائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لاحظوا الآن الجماليات البيانية لن نخوض في الجزء الأعلى أو الأكبر من الآية ولكن نريد أن نركز أكثر في موسى النبي الآدمي المصطفى موسى عانى كثيرا جدا مع بني إسرائيل وقد علمنا أن المجموعتان انقلبتا على بعضهم البعض في أرض فلسطين المباركة وفرعون قد من قبل بأنه من المجموعات العسكرية المأجوجية التي انقلبت على إخوته من اليأجوج من بني إسرائيل وبدأ الآن يعاني اليأجوج وبما أنهم لا زالت بينهم وبين الله شعره دعوا الله فأنقذهم بأن بعث لهم موسى النبي الآدمي المصطفى وأخذهم في رحلة الإنقاذ هذه من القدس إلى منطقة اللسان عند البحر الميت وعبر بهم من الأرض المباركة فلسطين إلى الأرض المقدسة في الأردن من منطقة اللسان وهذا هو البحر الذي انفلق إخوتي كل فرق كالطود العظيم نسميحها تورويد باللغة الإنجليزية هذا هو الطود تورويد طود هي كلمة عربية أصلا من القرآن الآن لاحظوا الغلظة الغلاظة في هذه المجموعات اليأجوجية عندما تخاطب موسى سلام الله عليه تقول فادعوا لنا ربك هو ربك وليس ربنا لاحظوا السفاقة والمرض الذي هم فيه فلم يعجبهم ما قسم الله لهم في هذه الأرض المقدسة بل بالعكس تماما أنهم تخاذلوا أراد الله أن يختبرهم فقال لهم ادخلوا عليهم الباب على هذه المجموعات الموجودة هناك فرفضوا رفضوا القتال وطلبوا العودة إلى أرض مصر وهي مصر القرآن كما علمنا الله سبحانه وتعالى هي أرض فلسطين المباركة هذه هي مصر القرآن وقد ذكرنا ذلك أكثر من مرة والخرائط موجود عليها هذا الكلام يعني يوجد منطقة اللسان دخولا أرض فلسطين المباركة مصريم المصريم هي يم مصر اليم القرآني البحر الميت الحجر المحجور ودخولا إلى أرض مصر عكسها مسرة إذن مسرة مصرة يمكن تسمعوا مني هذا الكلام لأول مرة المجيء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الأقصى عند البحر الميت فالمجيء من المسجد الحرام في القدس إلى الأقصى عند البحر الميت يسمى مسرة العودة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام في القدس من البحر الميت إلى القدس رحلة العودة تسمى مصر التغير في حرف السين إلى الصاد فمصر القرآن هي أرض فلسطين مباركة وهي أرض المصير التي عندما تتذكر في الآيات سرهن إليك إبراهيم سلام الله عليه نفس المفردات القرآنية ودقتها أرض المصير هنا سنحشر جميعا أرض المحشر هذه الأرض التي يصمد فيها أهلنا في غزة اليوم هي أعظم بقعة أرض موجودة في كل العالم في هذا العالم الذي نعيش فيه وهي الكرة الأرضية باكملها هذه أطهر بقعة موجودة فيها هنيئا لهم شهادتهم في هذه الأرض انظروا فرحة هذا المقاتل الذي يرتدي بعض الثياب البسيطة وهذا الصندال في رجله ثم يقوم بتزديد هذه الضربات على بني إسرائيل المأجوج ويفتك بهم وينصره الله عليهم ويفرح لما أفرح قلبه وأثلج قلوب كل من يتابعه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نحن الآن نرى علامات البيان الثابتة من هذه الأمثلة التي يضربها الله لنا ويعلمنا فهذه المجموعات كانت تسأل موسى ولاحظوا الربط البيان ما بين موسى وما بين محمد فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله لاحظوا الآن بيّن لنا الله السبعين وهي المجموعات من قضاة بني إسرائيل هؤلاء هم من دعوا إلى هذه الأعمال العودة إلى مصر هم من أراد الله سبحانه وتعالى أن يشرد هذه المجموعات في الصحاري بعد أن يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير فنحن الآن نتثبت من هذه الآيات بنفس الدقة البيانية في كل ما جاءت من آيات سابقة بأن هذه المجموعات لا تعتد بكلمات الله سبحانه وتعالى بل لا تعترف بإلهنا سبحانه وتعالى فقد قالت لأخانا موسى النبي الآدم أخانا في الآدمية في البشرية وليس أخاهم فهم بني إسرائيل الإنسان لا علاقة لهم بالبشر الآدميون فادعوا لنا ربك ربك أنت وليس ربنا فنحن ربنا شيئا آخر ربهم إبليس سبحان الله الذي لا إله إلا هو نكمل في آل عمران 112 ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون سبحان الله سبحان الله نفس النسق نفس الوضوح نفس السيرورة لهذا البيان نعم كانوا ولا زالوا المأجوج من بني إسرائيل مغضوب عليهم بشركهم وكل من تولاهم سيصبح مثلهم سبحان الله وبمجرد اكتشاف الناس لهم تضرب عليهم المسكنة بما عصوا وكانوا معتدون وبما كفروا من آيات الرحمن فقد تعاونوا اليأجوج والمأجوج على قتل الأنبياء والنبيين والرسل هذه المجموعات الخبيثة والمجموعات الشيطانية الإبليسية من المأجوج يتعاون مع بعضهم البعض اليأجوج والمأجوج على النبيين لأن النبيين بشرا آدميون عرب وهم يكرهونهم لأن الله أخلف المجموعات السابقة الطالحة من بني إسرائيل بمجموعات صالحة من بني آدم ونجد أيضا بأنهم يقتلون الأنبياء والرسل وبدأنا نفرق ونميز بشكل دقيق لكتاب الله قتل الأنبياء أو كلمة القتل بشكل عام كما وفقنا الله لها هي عملية التضييق الممنهج وقد تصل في أعلى صورها إلى إزهاق الروح إذن الآن هذا المخلوق عندما يضيق عليه في الحياة يسمى قتلة فيضيق على الأنبياء وهم رسل السماء من الملائكة الذين جاءوا برسالة الرحمن يضيق عليهم كان يضيق عليهم رسالاتهم لا يستطيعوا أن يسيروا في هذه الأرض نطمئنين لينشروا دين الرحمن سبحانه وتعالى فكان يتصدى لهم هذه المجموعات الخبيثة والملعونة من بني إسرائيل نفس الشيء حدث مع النبيين السيرورة واضحة وضع بالأمثال كبير عانى كل النبيين البشر من هذه المجموعات الخبيثة والملعونة من بني إسرائيل ويعاني الرسل وهم الأكثر على الإطلاق والرسل ليس بالضرورة أن يكونوا من النبيين على الإطلاق فكل منكم ذكرا كان أو أنثى يحمل رسالة الرحمن اليوم ويبلغ للناس رسول رسول لله وسيضيق عليه بني إسرائيل سيضيق عليكم حتما لأنهم لا يقبلوا رسالة الحق أن تنشر وتنتشر بين الناس ماذا قال الله في النحل المئة وستة؟ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مؤن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم سبحان الله من شرح بالكفر صدرا أي كل من ساهم في دعوة الناس لدين إبليس واتباع الشياطين الكفر من بني إسرائيل وأضل الناس عن الحق وعدهم الله من غضبه عليهم بعذاب عظيم ونلاحظ أيضا أن كل من انحل من المنظومة الإلهية الإيمانية وكفر بها بعد أن أصبح نور اليقين فيه من هؤلاء أيضا فهو ممن غضب الله عليهم وتوعدهم بعذاب العظيم سبحان الله أيضا هناك متشبهين قلنا أن هناك أربع مجموعات أساسية الكافر والمشرك والمنافق والمؤمن وكل من انتقل من واحدة إلى أخرى يسمى أو يوسم بمسميات هذه المجموعة إذن الذين كفروا الذين أشركوا الذين نافقوا الذين آمنوا كل هذه تحولات ما بين مجموعة لأخرى فتأخذ اسم المجموعة الأصيلة وسبحان الله لكل امرئ من هؤلاء ما جنت يداه هذا صنع يداه لا يظلمه أحدا فهذه المجموعات التي خرجت بالكفر بعد أن آمنت أصبحت الآن من الذين كفروا ويصيبهم غضب من الله سبحانه وتعالى وقد انتوعدهم بعذاب أليم ونقرأ النساء 93 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما سبحان الله هذا لسان حالنا اليوم فكل من ساهم في قتل المؤمنين الآدميين البشر العرب الأميين بفلسطين المبارك اليوم وعده الله بالخلود في جهنم ولكن اللافت للنظر هو التراكمية الكلماتية البينة لما يعلمنا الله فيما ينتظر المأجوج من بني إسرائيل الجزاء المعد مسبقا هو الخلود في جهنم وبمجرد غضب الله عليهم بما قدمت أيديهم تحل لعنة الله عليهم ويصيبهم عذاب عظيم سبحان الله التراكمية الرائعة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما هذا هو مصير هذه المجموعات من بني إسرائيل التي نراها أمامنا الآن واضح جدا نعرف مصيرهم بشكل قطعي ودلالات عظيمة من ذات كتاب الله ماذا يقول الله في الفتح ستة ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيره صدق الله العذيب علمنا الرحمن أنه يعذب الأعراب المنافقين ومن ظنوا بالله ظن السوء من المأجوج المشركين فقد أحكم الله عليهم دائرة السوء وغضب عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وهذا أسوأ مصير الحمد لله رب العالمين تفضل شكرا كتير يعطيك ألف عارفية دكتور موضوع كتير حلو وعلى الوجع إجا عندي سؤال هو بصورة المجادلة 14 لما ربنا حكى ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم الذين تولوا قوما هم الأعراب صاح وغضب عليهم هم المأجوج ربنا بعدين حكى ما هم منكم ولا منهم يعني ربنا بدي وضح للعرب المؤمنين اللي عم بقرأوا هاي الآية إن هدول الناس اللي تولوا المشركين انتم مو منهم يعني انتم ما تجوزتوا منهم وهم ما تجوزوا منكم هيك صاح؟ نعم مجموعة مختلفة الأعراب غير العرب الكلام كان موجه للعرب ليحذروا الأعراب الذين يتولوا المأجوج من بني إسرائيل شكرا كتير بالأخت هاجر همتها كتير أسئلة على تشات ياريت إذا بتحب تطلع حيات تسألهم دكتور رح أسأل سؤال من أسئلتها بعد ما أعطي للأخت أميرا حبيبتي أميرا تفضلي السلام عليكم عليكم السلام أهلا ابني كيف حالك؟ المهم أنا شيء الله أن يكون أهلنا في غزة يعني الذين ارتقوا أن يكونوا في مقام الملائكة فريحين بما أتهم الله يعني صراحة نحن في اكتئاب كبير يعني الله يعلم الله يعلم بذلك لكن الشيء الذي يحز في قلوبنا أننا عندما خرجنا يعني هذا أضعف الإيمان وطالبنا مطالب ورفعناهم يعني يعني ورفعناهم مطالب منع استعمال القواعد العسكرية الأمريكية في الأراضي الخارجية يعني تجميد العلاقات الدبلوماسية تلويح فقط باستخدام النفط والمقدارات التصادية العربية للضغط لأجل وقف العدوان منع الطيران الإسرائيلي يعني تخيلوا تخيلوا يا جمعة كلها رفضت من طرف الأعراب الأراضي والكويت والإمارات السعودية والمغرب رفضت ورفضت ورفضت حتى تشكيل لجنة عربية وزارية يعني سبحان الله حسبنا الله نعم الوكيل لكن أريد فقط أن أقول يعني هي الفاضحة يعني أردتنا وجوه المنافقين وحقا يعني حقا حقا يعني أنا كنت في أرشا وحرب غزة تركتني أقلب وجهي للسماع أنا أتابع كثيرا دروسك في اليوتيوب فهدان الله يعني إليكم بعد معرفة الحقيقة يعني يعني نحن منذ الصغر منذ فتراتنا كنا نرفض هذا المكعب الذي في الحجاز وعلمنا من هم الآن الأعراب أبناء الشجر الملعوب من الخبيثة واليجوج والمجوج يعني بأحاديثهم كدنا أن ندخل المسيحية وكدنا يعني كنا نبحث نبحث في كل في الكتب في كل أين وجه الله حتى يعني سبحان الله الله دلنا إليكم وحقيقة وصفهم سيد العيسى بالأفاعي وهم أنفسهم في أحاديثهم يقولوا أن أفعى عظيمة وضخمة تسكن المكعب سبحان الله حتى بني إسرائيل تستهزئ بهم يعني في أحاديثهم وهم الآن يعني يغالون ويجاهرون ويتغولون يعني بالمعصية سبحان الله مثل أمهم تماما مثل أمهم لكن وتتبعنا يعني مثل ما تقولون تصيدنا المعاني كلامك في القرآن الكريم والعلماء الذين حضروا معك الأيكولوجيين ويعني أكدوا كلامك يعني علميا علميا تأكد أن لا وجود للهاشميين في كعبك الحجاز تتبعنا حتى تاريخ وجدنا أن الزبير هو الذي هرب يعني إذا كانت مكة إلى هذه الدرجة المكعب المكعب الذي في الحجاز بيت الشيطة إذا كان بهذه البركة لماذا ضربه الحجاج بالمنجل يقول لماذا أحرق يعني أحرق كثير من المرات يا سبحان الله فقط تريد أن أقول لك يعني ابن العزيز نحن مكلفون الآن بإصال الحقيقة ولا نكل بإذن الله ولا لمل ونأخذ كجج من عندك لكن بعض يعني بعدما كانوا أحبابنا أصبحوا يصفون بالجنون والزندقة كما أحسسنا بقول الله عندما قال الرسول الكريم إنه لا يضيق صدرك مما يقولون لكن نحن نقولها وبقوة يعقوب ليس إسرائيل وبالدليل من القرآن ونحاججهم بقوة ولا يستطيعون حتى الإجابة ونحاججهم على مقام إبراهيم وكيف يعني أخذ سيدنا إبراهيم سنين وهو يبني المكعب حتى بلغ سيدنا إسماعيل كيف يعني أمور عدة أمور عدة سبحان الله حتى أن التاريخ يعني يشهد عليهم معرفنا من هم الذين هادوا يعني كفر كفر يعني كفر بآيات الله لكنهم يرجعون إلى ذلك كان الله يقول إلا قليل إلا قليل فهمنا من هو زيد يعني الذي المستزيد بالهزيد نعم فهمنا كل شيء فهمنا من هي يعني مكة البطراء إلى الآن يعني مكدولاند مكينزي معرفنا من هم يعني الشجرة يعني الهاشميين يعني لكي فقط تعلم أن رسائلك تصل لا لا تحزن لا تحزن هذه الحرب غزة يعني هذه حرب غزة ولن أسكت ويوجد كثير من الناس يعني يؤيدين ولكن ربما أجد أقل العمر يعني من 16 17 صحي عندما حتى أن ابنتي سألت قالت لمعلمها إذا كان إبليس لا يدخل مكة الحجاز بماذا هناك مقام إبليس وترجمه يعني ولا يدخل يعني انظر كيف تنبهت يعني الحمد لله جزاك كل خير جزاك الله كل خير ولا تحزن يعني هذه سنة الله مثل ما علمتنا هذه سنة الله ببارك الله فيك فقط عندي سؤال أنا مريضة من يدي أنا مريضة يعني عندي بيكزيمة ويقولون أنهم يجب علي أن أتوضح لكي أحمل كتاب القرآن وهذا يعني أتيمم أريد أقرأه يعني أريد حل غير صحيح هذا كلام غير منطقي ما ينصحك به غير صحيح لا يمسه إلا المس غير المس يا أختي الكريمة لا تسمعي لكلامهم هذا كلام شاذي يعني أستطيع أن أحتضن كتاب القرآن بكل دقة وبكل سهولة وأريحية والله يجزيك كل خير على ذلك شكرا جزيلا بارك الله فيك بارك الله فيك وفي نسلك وفي والديك يعني الله يبانك عليك شكرا أخي شكرا الله يرضى عليك شكرا لله سبحان الله رب العالمين من يعلمنا من أجمل دلالات الرحمن سبحانه وتعالى على الرضا عندما يبشرنا الله سبحانه وتعالى بأناس أمثالكم يقرأون ويقتنعوا قناعة هذه كلها قناعات يقتنعوا بأن في داخل هذا الكتاب أسرار بدأت الآن تتكشف أصبحت الآن أسهل التعامل معها ويبدأهم يبنوا عليها يبدأهم يبنوا عليها ويبحث ويدقق وهم من الذكاء والقدرة والإمكانية من الله البديع سبحانه وتعالى من خلقنا بهذه القدرات جميعنا يريدنا أن لا نبقى ساكنين لا نبقى ضحية سهلة لهذه المجموعات التي كذبتنا لفترات طويلة وهذا يحزن قلوبنا يعني أننا مرت أعوام من حياتنا ونرى آباؤنا وأجدادنا وهم لا زالوا يدورون في نفس هذه الدائرة الشيطانية المكذوبة ولا يستطيعوا الخروج منها لأنهم تعودوا أصبحت عادة الآن وصعب جدا أن يبدلوا ما لديهم الآن ويعودوا إلى كلمة الحق أريد أن ألفت لبعض المعطيات التي نكتشفها كل يوم وآخر يعني جميعكم تسمعون أن بني إسرائيل ينتمون في تسلسل عائلاتهم الخبيثة وعونة هذه إلى الأم دائما يذهب إلى الأم وينتسب الشخص منهم إلى أمه وهذا تسلسل فيما هم لديه وكل مخلوقات الأرض لا تجدوا عندهم هذا إطلاقا الجميع ينتسب إلى والده فاسم العائلة ينتسب إلى الوالد وينتشر ويتحرك به فذهب أبحث في بعض المدونات وما وجد في التوراة والإنجيل فوجدت في Gospel of Numbers في نسخة الملك جيمس هذه النسخة من الإنجيل لو نظرتم في صفر العدد 18-1 الجزء الأول المقطع الثامن عشر بالإنجليزية يقول الفكرة كلها هنا أين هي؟ الفكرة أن في هذا السفر بالتحديد يصبح مدخل لمحاججة بني إسرائيل وكشف كذبهم لأننا كنا نتكلم قبل قليل عن موسى سلام الله عليه ونقول للأخ يوسف محاولين أن نجذب أنظر أمثاله من الجدد معنا اليوم إلى دقة الآيات القرآنية فلا يمكن أن نسقط في أن نبيا واحدا من نبيين لادمين العرب ينتمي لبني إسرائيل على الإطلاق لا يوجد أي تداخل آدم حرم لا التداخل بيننا وبينهم سقط الآدميون في خطأ قديم ظهر مجموعة الأعراب بسببه ولكن الله يأمرنا أن نتدخل مع هذه المجموعات إطلاقا لا نتدخل معها وجمعا كل الجماعة في أول الشهر الثاني فانتسبوا إلى عشائرهم وبيوت آبائهم بعدد الأسماء من ابن عشرين سنة فصاعدا برؤوسهم يعني المجموعات تنتسب إلى آبائها آه هو كتابهم هذا من توراتهم ومدونة توراتهم يشهد عليهم بالكذب هذه المجموعات خالفت ما علمهم موسى سلام الله عليه وأمرهم بأن يتبعوا تسلسل العائلات من الآباء أمرهم بأن يفعلوا ذلك وعكسوا هذا إلى الآن رأيتم الآن ادعوا لنا ربك فربنا نحن شيء وربهم هم شيء آخر وكل ما جاءوا به أكذيب ومن يأخذ عنهم ويبدأ الآن يسلسل ذلك ويقول حسن أسلامهم حسنت مسيحيتهم وينطقي عنهم الآيات ثم يدونها ويقول هذه هي عبارة عن سيرة أو أحاديث يجعلها كما يجعلها يعني نتكلم الآن عن المشنا والجمارة التي عندها بني إسرائيل وأصبحت الأخبار والأنشيد عند المسيحيون ثم أصبحت عندنا نحن الأحاديث والسيرة فهذا بالضبط ما يحذرنا منه الله سبحانه وتعالى لا نسقط أبدا هذه المجموعات كاذبة لئيمة وكل ما لديها تبعية عمياء لإبليس وإسرائيل ولا يمكن أبدا أن يكون لهم سلطان في هذه الأرض والله يعلمنا الثبات كل ما يحزن قلوبنا اليوم هو أن الكثير من الناس لم تلتفت بعد لمن هم هؤلاء يظنون أنهم أبناء عمومة وجاءوا من إبراهيم وهم من نفس الامتداد هذا وبإمكاننا أن نتعايش مع بعضنا البعض هذا الكلام غير صحيح هذا الكلام غير صحيح عندما يؤمنوا بآيات الله ويأتوا إليها صاغرين نتعايش معهم غير ذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى ألا نتعايش مع هذه المجموعات ونلفظهم فقد لفظهم الله سبحانه وتعالى لعن المأجوج منهم وعلمنا أن اليأجوج خبثاء يكثرون ببعض آيات الرحمن سبحانه وتعالى وأمرنا أن نمنع المأجوج من الدخول إلى المسجد الحرام القدس هذه التي يحاولون احتلالها بأي طريقة كانت ووضع يدهم على مسجد الصخرة بما فيه من مشعر الله الحرام ويحيط به بيت الله الحرام والامتداد هذا القدس وهو مسجد الله الحرام هذا هو طموحهم لماذا يريدون إخماد هذه المقاومة في غزة لأنها تذكرهم باستمرار بأن هناك عائق حاجز بينهم وبين تنفيذ مخططهم النهائي أو السيطرة النهائية لتقول إبليس ربي ها أنا قد نفذت ما وعد وسأريك بأن هذه المخلوقات ضعيفة ولا تؤمن بك فأنا أحق بأن أضع يدي على هذا المكان وتأتي ذريتي لتسيطر على هذا المكان فقد كان هدف إبليس الأساسي هو زرع ذريتها للسيطرة واستعباد مخلوقات الله في هذه الأرض وهذا ما لفظته الملائكة ولفظه الرحمن فعندما نعود الآن في الذاكرة للآيات وبداياتها والهدف منها هو أن يترك لك الله منطقة مظلمة يقول لك لماذا لا تبحث فيها ها هي الملائكة تقول بشكل واضح جدا أتجعل فيها من يفسد فيها ويصفك الدماء مجموعتان مجموعة مفسدة وأخرى سافكة للدماء مجموعتان أتجعل فيها من جديد هل ستمدد لهذه المجموعات لا نريدهم أنهم يفسدون ويصفكون الدماء يكفي ولكن الله يعلم ما لا يعلمون فقال بأنه جاء بخليفة إني جاعل في الأرض خليفة يخلف من سبقه إذن انقطعت بني إسرائيل بأمر من الله من الاقتراب من منطقة الجنة جنة المأوى في الأرض وهي بيت المقدس القدوس أسماها بهذا المسمى والناس حفظته السلام اسم الله سبحانه وتعالى فأسمتها الله دار السلام انظروا انظروا ما أخفي عنكم ياثربا يوتوبيا لاحظوا التقارب يوتروبا يوتروبا يوتوبيا المدينة الفاضلة المدينة المنورة أرض الزمالة أيها المزمل هؤلاء الزملاء العلميون نبيكم افتخروا لابد أن تفتخروا بنبيكم محمد سلام الله عليه وكامل النبيين هم أعظم أهل الأرض علما بعلوم الرحمن ونعمته التي علمهم تعلموا تتلمذوا على أيدي أعظم الملائكة في الكون بأمر من الله سبحانه وتعالى سجدوا لهم علموهم فيأتي هذا المعمم كان سنيا أو شيعيا ويكذبنا ويقول لا يقرأ ولا يكتب أيها الجهلة ما هذا الهراء فعلينا الآن أن نخرج من هذه العباءة بسرعة ونعود إلى كلمات الله ودقتها وجمالها فيها خير كثير بإذن الله تعالى تفضل حبيبت أميرة ما شكرتك شكرا كثير إليك حبيبتي أخ محمد تفضل السلام عليكم لا لا حاليا ما عندي تسيئة سؤال شكرا برك الله فيك شكرا الشكر لله برك الله فيك شكرا لأخ محمد أهلا وسهلا فيك أخ عبد الرحمة تفضل السلام عليكم دكتور حيات لا كنت تبعي دكتور رغيب عننا والله أكثر شيء بصراحة لما يحدث من حولنا أنا حتى اليوم يعلم الله سبحانه وتعالى أنه على مضض لا أريد أن أتكلم كثيرا ما نراه دامي للغاية رغم أنه آيات الرحمن بشرتنا بكل هذا قالت لنا بشكل واضح ونحاول أن نحل المعلومات ونفهم ما يحدث من حولنا وهو شيء بصعب يا عبد الرحمن يعني تتكشف حقائق كثيرة جدا وعندما ننظر لعالم كبير كالعالم الذي نعيش فيه اليوجل على الأرض قرابة 8 مليار نسمة اليوم هؤلاء جميعا وضعهم سيء هذه المخلوقات متخاذلة بشكل كبير جدا ويبدو أن الإنسانية قد فقدت فيهم تحجرت قلوبهم وأصبح وضعهم يخيف لأن الله سبحانه وتعالى لن يخفل عنهم وهذا يخيفنا على مصير هذه الأرض ومن عليها تفضل السحر الفرعون السحر تبديل كم ربنا صحيح السحر اللي هما استخدموه سحر عيون الناس وجواه بسحرهم عظيم ده السحر إيه ممتاز ممتاز هناك شقان دائما لكل شيء نقرأه في كتاب الله الفيزيائي المادي والآخر الزوجية الخاصة به المعنوي إن حاولنا أن نأخذ الآيات بشكلها المعنوي فسنتعلم أن هناك مبارزة ما ما بين موسى سلام الله عليه وأخاه هارون من جانب والجانب الآخر كالمجموعة من السحر وهذه التبارزية كانت تشتهر بها المجموعات هذه مجموعات حضرية على فكرة لها حضرات ضاربة في التاريخ كما الأغورا عند الرومان يقف في المنتصف ويبدأ الآن يطرح أطروحته وترد عليه المجموعات بتساؤلاتها وإن كان برهانك أقوى وأكبر يعلو اسمك بين الناس وتشتهر بينهم بأنك صاحب حجة دامغة وهذا الشيء ذاته حصل مع إبراهيم سلام الله عليه وما سمي تاريخيا وهذا مسمى غير موجود قرآنيا ولكن أجد في هذه الجدليات نوع من المبارزة الفكرية وهي بدأت بتساؤل فرعون ذاته يعني عندما كان يسأل موسى في لحظة من اللحظات ومن هو رب العالمين لاحظه يستفزه فكان الرد رب المشرق والمغرب وما بينهما أي أنه أعطاه رسالة مبطنة هنا ستموت يا فرعون ما بينهما رب المشرق الأرض المقدسة بالأردن رب المغرب الأرض المباركة فلسطين طور سينين وطور سيناء بينهما الحجر المحجور اليم حيث انطبق البحر على فرعون وما معه وهنا غرق فأنت كنت تساءل يا فرعون تقول ومن هو رب العالمين استخفافاً فقد جاءك الرد الآن هنا ستكون نهايتك فأنا تفاهم الكثير يذهب إلى الشق المادي وهو حق بأن هناك سحر وهو عملية تحويل العلم إلى ظاهرة يستخدمها الناس وتجهلها الآخرون فتسمى الآن سحر هذا السحر يفعل أشياء لا تقوى عليها الناس أو لا تفهمها لا تفهم معطياتها ولكن هي علمية تقلب في اتجاه آخر فهذه المبارزة قد تأخذها بهذا الشكل أو تأخذها بالشكل المعنوي الذي طرحته بأنها كانت مبارزة فكرية شقاهما صحيح بإذن الله في تفسير هذه الآيات وبيانها وعندما نتكلم الآن عن منظومات السحر فمن يأخذ العلوم النووية ويحولها إلى علاج للناس وطاقة تضيء لهم حياتهم هذا علم النافع من الله ومن يستخدمها في أسلحة للدمار والفساد في هذه الأرض وصفك الدماء هذا سحر ولنفس المنظومة تفضل شكرا كثير دكتور شكرا أخي عبد الرحمن الأخ نجيب أهلا وسهلا فيك جديد معنا يجيت من التك توك أهلا وسهلا تفضل دكتور معك منروح للأخ يوسف لحد ما يجهز الأخ نجيب تفضل أخي يوسف السلام عليكم السلام عليك السلام ورحمة الله أنا طلعت لما كنت بتتكلم عن أنه مفيش أنبياء من بني إسرائيل وانت بتكلم جات في دهني آية أعتقد سورة المعدة وإتقال موسى لقومه يا قوم يذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكة يعني هنا بيقول أنه مفيكم أنبياء فواضح أنه في أنبياء في بني إسرائيل طيب كمل يا يوسف وما لديك أيضا من تساؤلات في نفس النقطة في نفس النقطة هذه أنا سأرد عليك بوضوح لا تقلق لا بس هذه يعني لما كنت بتكلم جات في بالي هذه الآية نعم وإذ قال موسى لقومه يا قوم يذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكم وأتاكم ما لم يؤتى أحدا من العالمين لاحظ الآن كلمة الجعل سنفككها شيئا فشيئا يا يوسف لأن الكلمات كل كلمة لها ميزانها في كتاب الله وهذا هو ما يسبب اللبس في كل محاولة الفهم عندما نقول أوتي شخصا شيئا ما أي أنه أخذه يعني لما يقول الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فتقول الناس بأنها أتاوة يعني هم يخرجون الزكاة هذا كلام غير صحيح أنت تقيم الصلاة فعليك أن تفعل شيء اسمه الصلاة أنت تقوم بتفعيله وعندما تفعل ذلك وسأعطيك مثلا بسيط متصل بتربية الأطفال الوالد يقول للطفل إن فعلت كذا وكذا وكذا والتزمت فلك عندي مثلا عطاء حسن يعني هدية أو شيئا ما ويعيده به فيهذا فهذا الولد ويقوم بهذه الأعمال ثم لاحظ يعود إلى المركزية وهو الوالد هو من يأتي إلى والدي ويقول والدي أنظر لقد التزمت فعلت كذا وكذا وكذا كما أمرتني هذا الإيتاء عندما يأتي إلى والده فقد أوتي ليتزكى ليزكيه الله ليزكيه والده هنا في هذه الحالة والله يزكينا لأننا أقمنا الصلاة فكل من يقيم الصلاة يزكيه الله هذه لا علاقة لها بالصداقات وهذا خلط عند أمتنا الآن الإسلامية تخلط هذه المفاهيم إلى يومنا هذا لماذا جئت بك لهذه المنطقة لأنني أريدك أن تتفاهم كل كلمة في كتاب الله بدقةها حتى تصل لنفس القناعة بأنه لا يوجد أي نبي من بني إسرائيل إسرائيل فقط كان نبيا وانسلخ من آيات ربيه أما بني إسرائيل لا يوجد فيهم أي نبي طيب نأتي للآية من جديد وإذ قال موسى لقومه ستأتي بعض الناس وتقول أنظر ها هو موسى من هذه المجموعة فهما قومه فنقول توقفوا توقفوا القومية لها منشأ ولها مقام أي أنني عندما أكون فلسطيني الجنسية من أصلي أصلي وأجدادي وأجداد أجدادي من فلسطين مباركة إذن أنت مقام الأصل المنشأ فلسطين وعندما تقيم في دولة أخرى تعيش في إيطاليا في ألمانيا في إنجلترا في أمريكا في السويد في أي مكان في العالم وتتجنس بجنسيته لأنك إما ولدت هناك أو أنك ترعرحت في هذا المكان فأصبحت في هذا المقام مقامك الجديد فهناك المنشأ وهناك المستقر فأنت عليك الآن أن تعلم أن القومية متصلة بالإثنتان فنأتي عندما يقال لموسى موسى لقومه أي من أمره الله بأن يقوم فيهم وليس منهم ليس منهم إطلاقا بل هو من قام فيهم فموسى كما جميع النبيين العرب نحن نسميهم عرب والعروبة لتفهم الناس حقية ومعنى الكلمات هي الأصالة الثبات على كلمات الله وطهارتها هؤلاء يسموا عربا وليست هذه المجموعات التي تقول نحن نعيش في هذه المنطقة فنحن نحن العرب فقط ومن يتحدث بهذا اللسان فالعربية جاءت من الكتاب كتاب الله لسان عربي مبين وليس العكس وليس الكتاب جاء ليخدم لغة موجودة على الأرض تسمى عربية هذا الكلام غير صحيح كتاب الله أقدم ما في الوجود وقد وجد قبل أن نخلق وهو أصل العربية فمن يفهم هذا المضمون في كتاب الله وكلماته ودقتها يصبح عربيا وقد أنزل على آدم فآدم عربي أخذ هذا الكتاب وأصطفى الله آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران هؤلاء هم سلالة العرب ومن يأتي من بعدهم ويحفظ هذا الكتاب عربي آدمي لا يخرج من هذه المجموعات لأنه يقابلها في كتاب الله بني إسرائيل وإسرائيل هذه مجموعة أخرى هذول ليس بشرا هذول إنسان فأنا عندي الإنسان مقابل البشر عندي الإسرائيل وبني إسرائيل مقابل آدم وبني آدم وتبدأ العملية الآن في السيرورة فالقومية العربية يعني يأتي الله سبحانه وتعالى بنبيه وهو بلسان قومه أي قومية الأصل العربية لسان عربي المبين فموسى عربي ويقيم في ناس أراد الله أن يقوم فيهم ليعلمهم وينقذهم ويخرجهم فليس منهم هو قائم فيهم ثم يقوم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم نعمة الله قلنا أنها كتاب الله القرآن كلمات الله المطهرة هذه هي نعمة الله في كتابه كلما نقرأ ونعلم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبي بماذا بكتابه العزيز إذن جاء موسى بنعمة الله التي جاءته فأوتي يا بني إسرائيل من النعمة التي جاء بها موسى إذن موسى هو النبي المطهر العربي الأصيل الآدمي الذي أخذ رسالته من الله مباشرة وعلم بني إسرائيل هذه الرسالة فليست بمعنى أنهم من أنزلت عليهم رسالة إطلاقا لم يكن منهم من استلم هذه الرسالة ولن تجد آية في كتاب الله تنطق بذلك أبدا طيب ويقول إذ جعل فيكم جعل فيكم الجعل هو ميزان له كفتان تهبط إحداها لتعلن أخرى فإن قال جعل فيكم هذا حدث منقطع ولم يتكرر من بعد ذلك لاحظ إذ جعل فيكم أنبياء لاحظ أنبياء ولم يقل نبيين النبيين هم البشر فموسى هو النبي والبشر بينهم الآن هؤلاء من آدم إلى محمد 24 نبيا بما فيهم موسى يسموا نبيين في كتاب الله أما الأنبياء هم رسل السماء كهاروت وماروت في كتاب الله جبريل من الأنبياء سنم الله عليه حامل الرسالة الأصل إذن عندما يقول جعل فيكم أنبياء أي بعث أنبياء يعلمونكم رسالة الحق ولم يكن لكم ذلك من قبل فقد جعل فيكم ما لم يكن لكم من قبل وهذه قاتلة لمن يبحث هنا عن مدخل يقول أن لبني إسرائيل نبيين فالخلط ما بين الكلمات الآن ما بين النبيين والأنبياء وهذا ما يسقط فيه كل معممين السنة والشيعة اليوم جميعهم يقول أن هذا شيء واحد وهذا غير صحيح هذا غير صحيح على الإطلاق الأنبياء هم رسل السماء من الملائكة النبيين هم رسل الأرض من البشر الآية تقول بدقة جعل فيكم أنبياء أي رسل من السماء وفعلا جاءت هذه الملائكة بوضوح في كتاب الله على لسان الرحمن سبحانه وتعالى يعلمنا يقول هاروت وماروت ببابل أي أن فعلا مركزية بني إسرائيل البابلية التي جعل الله فيهم هاروت وماروت وهم من الأنبياء وجعلكم ملوكا نعم وآتاكم ما لم يؤتى أحد من العالمين أي أنهم أخذوا من الله الكثير الكثير هذا معنى الإتاء تفضل يا يوسف شكرا شكرا واضح على الفكرة سؤال ثاني إذا سمعت مش عارف إذا طلعت على واحد اسمه عبد الله هاشم عن صادق إيش رأيك في طرحه إيش رأيك في لو يطلعت عليه لا والله ليس عندي فكرة أخ الكريم ممكن أن تشاركنا ماذا توصلت؟ هو يدعي أنه مهدي أنه اللي بيأتي قبل المهدي المنصدر بس فكرة بس الفكرة أنه حاجة جديدة مش زي اللي قبله اللي قبل كان اللي بيدعي المهدوية كان بيكون حد بسيط حد بس ده الشكل شوية مش مهم لا عليك لا عليك يا يوسف ستدعي الناس كثيرا جدا الهداية الله يهدي من يشاء ولا يوجد تبعية لأن دعك من التبعية يعني يأتي شخص ويقول فلان الفلاني مثلا أنا أحب الشيخ الفلاني ويدعو له بين الناس هؤلاء في كتاب لا يسموا أدعياء نحن ندعو لهم نفتح المجال بالدعاية لهم نشهر اسمهم بين الناس فتأتي الناس لهم أمرنا الله أن لا نفعل ذلك وأن تكون التبعية لله وحده سبحانه وتعالى مش هادة بك ستيوان أنا فاهمك أنا تحدث مع الناس بشكل مفتوح وأعود إلى النقطة أنت ما قلته لم تقصد هذا هذا من عندي يعني أنا أتكلم بشكل منفتح لا تنظروا لهؤلاء لأنهم الغاية لديهم هي الدعاية هم يريدون شيء من الشهرة بإخراج مفردات أو أشياء لم تتعود عليها الناس من قبل وتبدأ تطرحها نحن نبحث عن براهين يا يوسف كل ما نجده لابد أن نعيد تأويله إلى الله سبحانه وتعالى يعني الوصل لا بد أن يكون من عند الله سبحانه وتعالى لا ندعي بأننا ينزل علينا الوحي وأنحنا النبيون هذا كلام غير صحيح هناك من يتغرب من هذا ويبدأ لا يعلم أن الناس ستلفظه فيبدأ الآن بلفظه هذا يبحث عن مدخل آخر فيقول الهداية وما قبل الهداية كما يدعي هذا الشخص ولا نعلم عنه شيئا والحمد لله نحن لا نعلم عنه وهناك من ينتظر من هو مهديا في سرداب يعني يبحثون عنه إلى اليوم يعني سيخرج فيه من الأيام قلنا قبل قليل يأسوا من أصحاب القبور سيأسوا من أصحاب القبور لن يخرج أحدا من هؤلاء لن يعود أحدا على وجه هذه الأرض لإنقاذ أي أحد على الإطلاق المسيح لن يعود المسيح لن يعود المسيح سيعود عند حسابه أمام الله سبحانه وتعالى ويقف كما تقف الملائكة حاسب أمام الله سبحانه وتعالى ويسألوا هل أنتم هؤلاء قلتم لهم أن يعبدوكم فتلفظ الملائكة ذلك وتقول أبدا بل عبدوا الجن عبدوا مجموعة من الجن أي إناث وهي إبليس والمسيح وأمه يقولها بشكل واضح جدا ويرد المسيح يقول تعلم ما بنفسه ولا أعلم ما بنفسك لم أفعل ذلك إطلاقا أنت تعلم ذلك فاليوم كل من يدعي بأن هناك مهدي منتظر ومسيح قادم ومصايا لهذه المجموعات من بني إسرائيل كلهم فشل فشل هؤلاء لن يعودوا ولن يعود منهم أحد على الإطلاق شكرا أخي يوسف شكرا دكتور شكرا شكرا الله يسلمك الأخ نجيب ولأنه بالشغل فكتب سؤاله على التشات على فكرة دكتور هو مش فاهم الفكرة ككل يعني سؤاله بيحكي ما هو الموضوع الذي جعل إبليس تكره الإنسان الأول إسرائيل وليس آدم طيب آدم جديد إسرائيل قديم يعني لكل من يتخيل اليوم أن آدم أول مخلوق وجاءت حواء من ضل عيث أعواج وهذه القصة المكذوبة هي قصة إسرائيلية لتتويه الناس حاولوا في البداية أن ينفوا وجودهم قبل وجود آدم فقلقوا هذه الأكذوبة عن آدم وحواء لكي يختفي وجودهم السابق في إفسادهم وسفك الدماء الملائكة عندما شهدت بالإفساد وسفك الدماء كانت تتكلم عن إسرائيل وبني إسرائيل هذا ما لا تعلمه المخلوقات على وجه الأرض كتاب الله يشهد بهذه الآيات ودقتها عندما نهجر كتاب الله لا نرى هذا العلم لا نرى هذا النور قبل آدم آدم لم يكن أول مخلوق على وجه الأرض هذا كذب كذوبة كبيرة جدا حتى علميا في علم الإحصاء لا يمكن لزوج ذكر وأنثى منذ عشرة آلاف عام أن ينتج منهم ثمانية مليار ناسة مليون استحالة قطعية علميا لا يمكن أبدا لابد أن تكون أقدم من ذلك بكثير هذه البداية من ذكر وأنثى حتى نصل إلى هذا العدد اليوم فنحن الآن أمام أكذيب صاغها بني إسرائيل وهم أقدم واستصاغها المجموعات المسيحية التي نقلت عنهم بمدونات مكذوبة العهد القديم والعهد الجديد نعلم أنهم يبنون على ملدى بني إسرائيل واستصاغها أيضا المسلمون سنة وشيعة ينادون بنفس الأفكار وهي أفكار مريضة إسرائيلية لماذا نقول ذلك والإثبات من داخل كتاب الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إذن علامات القرآن وقوانين الله سبحانه وتعالى الثابتة موجودة في الكون قبل أن نخلق نحن جميعا وقبل أن يخلق آدم ويخلق إسرائيل موجودة في الكون بأكمله ولسنا المخلوقات الوحيدة في الكون هذا هراء هنا غيرنا الكثير جدا هذا الكون فسيع وعظيم للغاية وله خالق من أروع ما يكون يحفظ كل هذه المجموعات وله منظومة تحفظ معه كل قوانين هذا التجاذب والخير والشر والزوجيات هذه المتكلم عنها كلها محكومة بشكل رائع جدا من الله إذن يعلمنا الله سبحانه وتعالى بأن أول مخلوق على الإطلاق في هذه الأرض كانت أنثى 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 ولم يكن ذكر وبدأت البداية بالنفس الواحدة التي انقسمت وخرجت منها أربع إناث أخرين ومن كل أنثى من هذه الإناث يلدنا بدون ذكور وهذه ليست حادثة غريبة بل علمنا الله وجودها إلى يومنا هذا علميا وليست الأولى في مريم سلام الله عليه التي ولدت المسيح من أم بدون أب بل آدم ولد من أم بدون أب في آية التماثل الواضحة جدا ما بين عيسى وآدم في كتاب الله آية قطعية الدلالة أعطاك الله أن مثل آدم وعيسى كما بعضهم البعض عليك أن تدقق فيها هذا مثل ذاك وعندما يكون بيان للنور عند آدم تقيصه على عيسى وعند عيسى تقيصه عند آدم تماثل لا يوجد له مثيل في كتاب الله والهدف منها أن يعلمك الله سبحانه وتعالى ما يسمى علميا بالأي ساكس أي المجموعة التي تلد بدون ذكور بدون ذكور ويوجد منها في عالم الحيوان وعالم الحشرات كثيرة جدا بحمد الله سبحانه وتعالى هذه المنظومة إذن نحن الآن أمام ظاهرة يريدها الله سبحانه وتعالى هدف ليعلمنا كيف بدأ الخلق في هذه الأرض فبدأ بالأم الأولى هذه الأم الأولى تلد أربعة بنات البنات يلدنا ذكورا وإناثا وهنا ينتفي المحرمات في التداخل ما بين الذكور والإناثا لا يتزوج الأخ أخته والعم عمته والأم ابنها وكل هذا الخبيص الذي جاء به مجموعات الذل هذه من بني إسرائيل لا توجد عند الله أبدا فالمحرمات هذه الممنوعات وضعت في كتاب الله في 13 موضعا كما الطعام 11 موضعا جميعها واضحة الدلالة قبل أن نخلق هذه القوانين قبل أن نخلق فنبدأ الآن نتعلم هذا ثم نصل إلى دخول إسرائيل في الساحة ونتعلم من الآيات ذريته فقد أنجب اليأجوج أولا ثم تداخل مع إبليس تزوج هذه الأنثى إبليس وأنجب منها المأجوج وقتل المأجوج اليأجوج كما حدث عند آدم عندما أخطأ في هذه المجموعة وتداخلت مع الشجرة الخبيثة من بني إسرائيل الشجرة التي حرمها الله عليهم وعمرهم ألا يتزوجوا منها طبعا المجموعات الإسرائيلية خدعت الناس وقالت أنها شجرة تفاح والأكل هو أنها تأكل التفاح طبما الله يقول ويأكلون التراث أكلا لما إذهب على لهذا المعمم وقل له كيف سنأكل التراث هل هو تفاح يؤكل؟ فالأكل في كتاب الله والشجر له ذلالات مهمة ولابد أن نفهمها هناك شجرة للعائلة وهناك شجرة للنسل كما هناك شجرة للطعام هناك أكل معرفي هناك أكل نفسي شهواتي وهناك أكل للطعام الجسم يأكل عندما نفهم كل هذه نبدأ الآن في حالة واضحة من البيان ويسمو الشخص مننا في تفاهم أيات الرحمن بشكل أقوى نعم هناك جنس سابق للآدميين اسمه الإسرائيليون بني إسرائيل إسرائيل وبني إسرائيل وهذه المجموعة مقسمة إلى اثنان يأجوج ومأجوج إحداهما مشركة والأخرى كافرة المشركة لا ينظر الله لها في حياتها على الإطلاق ملفوضة تمام ملعونة شجرة ملعونة أما الأخرى فهي شجرة خبيثة يصلون لله وتكفر ببعض آيات الله ولكن الله يبقي على الصلاة التي بينه وبينه فعندما تأتي الآيات وتقول وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدي نتعلم الآن لهم لم يكنوا مشركون كما كذبنا هذا المعمن السني والشيعي قال لنا بأن المشركين كانوا عند البيت نقول كذبتم كذب هذا كلام كذب المشرك غير مصلي ولا يصفه الله سبحانه وتعالى بالمصلي في جميع آيات القرآن 6236 آية إذن نحن الآن أمام ظاهرة وضوح جيد جميل جدا نتعلم منه نتثبت الآن ونبدأ نفهم أنفسنا بأنفسنا من هم القوم من هم النبيين من هم الآدميين كيف أن الرسالة حصرت في النبيين لماذا يندس هؤلاء النسل الخبيث هذا من بني إسرائيل كارة يقولوا أنهم من عند آدم ثم ينسلوا عند إبراهيم ويقولوا نحن يعقوب هو إسرائيل هذا دعاءهم الفاشل يعقوب شيء وإسرائيل شيء آخر تماما ليسوا أبناء عمومة للعرب والأدميون والمؤمنون إطلاقا هذه مجموعة فاشلة مجموعة خبيثة وملعونة ولعين من كفر منهم على لسان داود وعيسى يقرأوا كتاب ربكم يقرأوا كتاب بشكل واضح الآيات بينة الحمد لله شكرا كتير دكتور كان الأخ نجيب طيب الأخ أنوار بيسأل أعضاء وتفضل أخ أنوار شكرا وعليك السلام ورحمة الضحية كانوار السلام على الإخوة الكرام حتى قبل أن طرح سؤال حتى أضع السيق في حلقة سابقة كان أحد الإخوة سأل كيف أن الله سبحانه وتعالى تركنا أكثر من ألف عام ونحن نتجهه نحو قبلة الأوتان الموضوع الذي أود أن طرحه هو أن هناك في روسيا طور في الجامعة يسمى فوميكو له تيار يتبعوه الكثير من العلماء والأستاذة هناك وحتى في فرنسا تم ذكر هذا موضوع من الكثير من الأستاذة يسمون هذا بالغيسونتيزم بخلاصة يقولون بأن التاريخ الحديث هو مزور وأنه تم إضافة ما يقارب ألف سنة إلى التاريخ وحتى الشخصيات فإما تم نسخها وبعد تبديل أسماء ونسخ الوقائع وتبديل الأسماء حتى إذا شاهدنا مثلا سكان المملكة العربية السعودية سنة 1950 فنجد أن على السكان لا يتجوز أربعة مليون نسم ففي بحوتهم أدلوا وبيّنوا الكثير من الأدلة العلمية بطريقة أكاديمية فالوقت ليسمح بتفصيل الموضوع ولكن بخلاصة ربما كما يقولون يقولون أن المسيحي سابن مريم كان مثلا في سنة 1200 ميلادية ما نسميهون ميلادية فربما كان رسول صلى الله عليه وسلم في سنة 1500 ميلادية وأن موضوع تبديل الكعبة ليس بهذه المدة طاولة ربما حدث هذا فقط منذ قرنين من الزمن وهو كان سديم ودخل شكرا لكسر خير العافو يا أنور بارك الله فيك في نقطة كانت مهمة جدا في بداية بحوثنا بالحمد لله سبحانه وتعالى وهيها محاولة الربط التاريخي ما بين الأحداث التاريخية والأحداث القرآنية فكان هذا هدف داخلي بشكل مستمر دفعني للبحث وبشدة لمحاولة المقاربة هذه وسبحان الله عندما أوصلني الله سبحانه وتعالى لأول خيط وهو فترة وجود يوسف عليه السلام هذا هو المدخل من هنا فكنت أبحث بشكل تاريخي فوجدت من هو الحاكم وأين كان هذا الحاكم فتعلمت من كتاب الله لا وجود ليوسف سلام الله عليه في أرض الجبت وهي ما يسمى ظلما وعدوانا اليوم مصر مصر قرآن هي فلسطين وبلاد الجبت لازال اليوم اسمها إيجبت أي أرض الجبت ولم يتبدل مسمىها وكل أساتذتنا البروفيسورز ودكاترة الجمعات في علوم التاريخ والأركيولوجي في بلاد الجبت يقولون ذلك ويعلمون تلاميذهم هذا هم أكثر دراية من أي أحد على وجه الأرض بأن لا يوجد أي آثار تدعو لمسميات الفراعنة هذه كلها أكاذيب وتلفيق المهم أن من هنا وجدت بعض المجموعات الآخامية وهم من بني إسرائيل جاءوا من الشرق من اتجاه بابل والفرس وكانت تقوم معارك كبيرة جدا وسيطرت سايروس هذا الحاكم الذي اشتهر بفتح الطرق وشبكات متواصلة كبيرة جدا للطرق في منطقة وصلت إلى أوروبا وآسيا وحاول دخول أفريقيا ولكنه انكسر عند حدود سيناء الغربية وشرق الجبت فلم يستطيعوا دخول بلاد الجبت إذا فالنيل والدلتا لم تكن تحت سيطرته سايروس في هذه الفترة حصل الدراوت وهي عملية الجفاف الذي ذكر في كتاب الله عند يوسف عليه السلام فتعلمت أن هذه الفترة التاريخية هي ذات الفترة التي ظهر فيها يوسف عليه السلام ومن هنا بدأت قياسا للبحث عن ما هو قبلها بحث عن إبراهيم سلام الله عليه ومن هو بعدها بحث عن موسى سلام الله عليه ووصلني ربي إلى نقاط فعلا تثبت تثبيت التاريخ وتسلسبه من هذه المجموعات عند إبراهيم ووجوده وفترة وجود يوسف عليه السلام وهذا الحاكم ومن جاء بعده داريوس وهو فرعون القرآن كما علمنا الله سبحانه وتعالى وبدأنا الآن الربط والامتداد أكثر من ذلك لازال عندنا الكثير لم ننشره بعد يبين سلسلة لمجموعة من النبيين وأحقاب زمنية مترابطة بشكل كبير جداً وجميلة في بيانها يعجز الآن بني إسرائيل على إخلافها أو محاولة اللعب فيها نعم هناك تزوير في التاريخ هذا صحيح هناك تزوير في كثير من الأحداث ولكن ليس كل شيء مزور لابد أن نحضر عندما يكتشف الشخص بأن هناك أكذيب في منطقة ما ينفذ كل شيء هذا خطأ لابد أن يبحث عن بصيص من النور داخل هذه الأساطير الأسطرة والأكذيب ويأخذ بصيص النور وهو حق لأن الأساطير لا تبنى إلا على حقيقة لابد أن يكون هناك حقائق لتقتنع الناس فيقومون بتحريف الكلم من بعد مواضعه وليس أنهم يقومون بتغييرها أو إبداله ليس لهم قدرة على ذلك تحريف فقط فينحرف المصار وتنسى الناس الحقائق ولكنها موجودة ويستنسقها الله سبحانه وتعالى ليعيدنا إليها كما فعل معنى الآن في هذا القصص ما أسرده من سيريوس وداريوس والأشوريون من قبل فهذا مهم جدا أن ندرسه وندقق فيه ونتعلم منه عند محمد سلام الله عليه علمنا الله بتواريخ ميلاده كانت دقيقة خمسمائة اثنين وسبعين ميلادية لفظنا كل التواريخ الهجرية هذه لا نتعامل معها أبدا فهي مغلوطة ومكذوبة ولم يجعلوها إلا فتنة لكي يبعدوا الناس عن حقائق لأن عندما على الأقل تثبت التاريخ الميلادي وتسعى في داخله تبدأ الآن تكتشف الأحداث التي يقال بأنها حدثت في جزيرة العرب كما يصفونهم في الجنوب في الصحراء وهذا كذب وجدنا جزيرة العربية هي بلاد الشام بأكملها هذه هي الجزيرة العربية العقيقية في التاريخ أنا أربط بشكل سريع كل بحثنا البحث في المعلقات الشعر كره الناس فيه وقالوا أن هؤلاء مجموعة غير صالحة هؤلاء الشعراء وأنهم جميعا كانوا عندهم في الصحراء وهذا كذب هذا كذب كبير جدا كل هذه المعلقات والشعراء المشهورين جدا قبل أن تأتي الرسالة المحمدية ومن بعدها في وجودها ومن بعدها أثبتنا عندما أخذنا هذه المعلقات وهذه الأشعار أنها تتحدث بشكل دقيق عن ملابس الناس في هذه المنطقة وهم من بلاد الشام حتى الملابس العسكرية وصفوا الفارسية منها والرومانية والبيزنطية ولم يتحدثوا عن أي شيء له علاقة بصحرائهم هذه الجرداء وبدأوا يوضحوا بشكل كبير جدا النباتات الطبيعة النباتية وأصماء المدن التي يتحرقون فيها في بلاد الشام وفلسطين تحديدا المعارك التي دارت في هذه المناطق ودقتها الأدلة كبيرة جدا جدا أن يلفظوها وتثبت هذه المواثق أنا ما أردت أن أقوله عن محمد سلام الله عليه اكتشفنا من تاريخ ميلاده واتصاله بالأحداث التي حدثت في معارك الروم والفرس في هذه المنطقة فنعم غلبت الروم في تاريخ محدد ووجدنا 614 ميلادية كيف حدثت هذه الأحداث ودخول هرقل الروم البيزنطي الذي قام باسترجاع مدينة القدس من الفرس وبني إسرائيل 20 ألف مقاتل من المأجوج انضمت لهم الفرس لتساعدهم في احتلال مدينة القدس ما أشبه الماضي بالحاضر اليوم تتغير مسميات المجتمعات ولكن الحقيقة هي ذات الأحداث تتكرر من جديد لتمكينهم في هذه الأرض فجاء هرقل وساند بنصرته فهذول يسموا النسرتس وهم الموحدين المسيحيين كانوا يوحدون بالله ولا يدعوا بالثالوث إطلاقاً وناصر النبي حتى اسمهم بالإنجليزية النسرتس وهم الأنصار وليس النصارى النصارى هي الكنيسة الغربية التي انفصلت عن بيزنطة وأصبحت روما فالروم هم البيزنطيون ومنهم قائدهم العظيم هذا هرقل وقام بمناصرة النبي محمد سلام الله عليه لفتح القدس بأسوارها العظيمة جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم أسفل منكم هي سرديب القدس ومن فوقهم هي أسوار القدس هذا لا ينطبق على كذبهم في الصهراء إطلاقاً الموضوع الآن أصبح واضح الحمد لله الحمد لله شكراً أخ أنوار كاتر خيرك دكتور رح أعطي الأخ أعطف أول شيء بدي أسأل سؤال للأخت هاجر عم تسئل الدكتور قابيل وهابيل أو ابني آدم هل لهم علاقة بإسرائيل فقابيل هو أول قاتل على الأرض؟ طيب المسميات التي جاء بها معمميننا المسلمين سنة وشيعة هي مسميات مقلوبة مكذوبة ومقلوبة لماذا نقول ذلك؟ بحثنا في كتب السابقين من سبقوهم في كثير من أكاذيبهم ولكنهم يصدقوا في بعض المواضع وعندما نأتي إلى التاريخ العباسي نجد العباسيين المسلمين يقلبون كل المفاهيم ودونوها نحن نتهم العباسيون لأنهم حرقوا كل ما سبق من الأموي فلا أستطيع أن ألوم عن الأموي فلا يوجد لدي أي شيء منه ولا قصاصة ورق حرقوا كل شيء أموي أما العباسي فقد دون كل هذه الأكاذيب والأسطر التي لدينا وكل الدين البديل جاء عباسيين من 1273 عاما ماذا قال لنا في قصص قابيل وهابيل كما دعوهم قالوا أن قابيل قتل هابيل هكذا الدعوة فذهبنا نقرأ في كتب العهد القديم والعهد الجديد ما لدى بني إسرائيل بالتوران مدونة وما وجد في الأنجيل فوجدنا أنهم يسمون أن الإبن الأكبر كين أو كنعان كان كنعان كين الكنعاني هو الإبن الأكبر المفاجأة أن الإبن الأصغر يسمى أيبل أو هبيل إذن هبيل قتل الكنعاني الأعرابي قتل العربي نحن نعلم أن الكنعانيون هم أصل هذه المنطقة من البشر المؤمنون العرب لهذه المنطقة وهم اليابوسيون أهل يبوس أول يابسة ظهرت على وجه الأرض بكة فالآن أصبح الوضوح كبير جدا من أن هذا الهبيل الأهبل كما نقول نحن في عاداتنا نتكلم عنده قصور عقلي هذا هو الأعرابي قام بقتل الكنعاني الأكبر إذن هبيل متصل بنفس الصوتيات التي وجدناها في آلهتهم التي يعبدونها منتشرة في أماكن كثيرة في الصحراء خصيصا عندهم تسمى هبل لمن يتذكر الآن هذا المسمى هبلا هبل هو هبيل فهم كانوا يعبدونه أي أن له تماثيله ويدورون حول أماكن خاصة به فالآن أصبحت الأمور أكثر وضوحا بحمد الله سبحانه وتعالى وعلينا أن نتفهم أن ابني آدم هؤلاء الكنعاني العربي الأصل وابن الخطيئ الذي قتل الأصل تكررت من قبل فقال الله مباشرة بعد هذه الآية التي ذكر فيها ابني آدم بأن بني إسرائيل من قتل نفسا لغير نفس فإذن الآن نحن نبدأ الآن في البحث عن من الذي قتل من في بني إسرائيل قبل ذلك ومن أجل ذلك من أجل ذلك إذن هذه الحادثة تذكرنا أو يذكرنا الله بحادثة مثيلة قديمة جدا عنها وهي قتل المأجوج لليأجوج من بني إسرائيل شكرا دكتور يعطيك العافية تفضل أخياته السلام عليكم فتجود الله يبارك بالله فيكي يا دكتور خالد أنا بس في الشغل بس ما عنديش وقت كثير أتكلم بسرعة له هو بس سؤال مجنون شوية حيضا ذكرت من شوية موضوع أن التاريخ المزيف فيه تاريخ مزيف وفيه حاجات مندي زيفت لنا فأنا سؤالي طيب دكتور طيب هل ممكن أن احنا نعتبر أن عيسى عليه السلام لم يكن موجود على الأرض بحسب الآيات الكرآنية اللي هي فيه آية في السورة الزغرف بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذ قومك منه يسدون هل يعتبر مثل كان مثل لنا وفيه آية تانية إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل هل يعتبر كان مثل لنا وما كانش حقيقي في الأرض هل هو كان مثل داخل الكتاب هذا يعني سؤال مجنون شوية أنا آسف بس يعني بالعكس وفيه حاجة تانية برضو عشان أكمل سؤالين ومش هخش تاني حضرتك ذكرت من شوية البني آدم فوس الكلام قلت عليهم أن هم بشر مع أن ربنا بيقول بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني جاعل بشر من تين فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له سيجدين وفي آية تانية وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا يعني الآن دي فيه بشر وفيه آدم فدي العملاء دي عمدالي وشوي في إذ ماهي شوي يعني هل نعتبر البشر هم الأسماء اللي في الكتاب والآدم اللي هم بني آدم اللي إحنا منهم اللي إحنا اللي إحنا اللي هم كانوا اتنين وواحد ربنا تقبل منه قربانه والآخر لم يتقبل منه قربانه هل هو دي الفرق يعني ولا أنا مش عارب بعض إذا كان فهمت حالتك سؤالي ولا لا وشكرا العافو العافو يا عاطف أنا بصراحة أشجعك على طريق التفكير يعني أنت تصل إلى مناطق معينة وتبدأ تتساءل وتقول لماذا ذكرت بهذا الشكل هل هذا يعني كذا وكذا هو بس السؤال يعني أنا آسف وقاطع حاسدك هو موضوع مثل عيسى مثل هل هو فعلا مثل كان مثل لنا ولا كان فعلا حقيقة يعني هل فيه اختلاف بين الأسماء اللي جوا الكتاب الأسماء الجوا الكتاب تعتبر مثل لنا كلنا لأن حتى فيه برضو وضرب الله مثلا امرأة نوح وامرأة لوط يعني ضرب مثل فكل معظم الكتاب كله أمثلة أمثلة لنا اللي احنا نتعز منها ده اللي أنا يعني استوفيته من الآيات الكرآنية اللي أنا بقى رأى ما عرفش بها إذا كان حفظك موافق على كلمة قال لأنا رحت في منطقة تانية وشكرا لك يا أبوك العافو العافو أن نمسك كلمة المثل ونحاول فهمها من داخل كتاب الله قبل أن نخوض هل عيسى كان شخص حقيقي أم أنه مجرد مثل كما قلت أنت وأنا أبدأ من النهاية للتسلسل الفكري هذا ومحاولة الفلسفة وهي علم السؤال والجواب أن نفهم سويا لماذا استخدم الله هذه المجموعات وهي مجموعات حقيقية لا يوجد لدي أي شك على الإطلاق بأن آدم ونوح وهود وصالح وعيسى ومحمد وموسى وإبراهيم وإسحاق ويعقوب كل هذه المجموعات 24 نبياً حتى إسرائيل هي مجموعات حقيقية هم مخلوقات حقيقية وجدت على الأرض واستخدامهم هو إرادة إلهية لتثبيت أحداث لصناعة التاريخ يستخدمهم الله لصناعة التاريخ معين هذا التاريخ يوجد في أحداثه قصص عندما ندون هذا القصص نأخذ منه حكمة كامنة في داخله وهذا هو المثل فالممثل عندما يخرج على المسرح أو عندما يمثل فيلم سينمائي معين هو يقوم بتأدية دور له سيناريو يعني يقول بعض الكلمات بعض الأحداث يعطينا إحساس معين يمثل حزن في بعض المناطق يمثل غضب في بعض المناطق هكذا فكل هذا التمثيل للأحداث كما وضع فيها ودونت تعطينا نحن الإحساس بكأننا نعيش إسقاطي يعني نعيش هذه القصة معهم ونستطيع الآن أن نتخيل كل أحداثها القرآن بالكامل مصور هكذا كتاب الله أجده بأنه عبارة عن فيلم سينمائي مصور بكاميرات احترافية في أكثر من موضع هضار الأحيان يبدو كأنه رسالة هولوغرامية تخرج من داخل الكتاب وتستطيع أن تنظر لها من أكثر من منظور ثلاثمائة وستين درجة تدور حولها وترى من كل آية من الآيات زاوية أخرى خفيت عليك لم تقرأها من قبل فعندما يقول الله في العمران 59 إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون اترك الجزئية الخاصة بالخلق خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فكل المخلوقات لها أصل في البداية أول مخلوق ونتكلم الآن عن منظومات لها علاقة بالمنظومات الحيوانية والنباتية والحشرية وكل ما وجد على هذه الأرض البدايات في إنزيمات الحياة تواجدت داخل الفخار والفخار أصلا في أصله طين والطين يتواجد فيه تراب وماء إذن التراب يعلمنا الله وجعل من الماء كل شيء حي وضع فيه الماء ومن هنا ظهرت إنزيمات الحياة التي بدأت منها كل هذه المخلوقات على الأرض هذه البداية والله علمي بامتياز فيعلمنا الأصل ويعلمنا الكن فيكون فهو كوّن هذا الكون بالأمر في البدء وهي الإنفجار العظيم سورة الفجر الليالي العشر هذا التمدد والردق والفتق وكل المعطيات التي يعطينا الله نحن نتحدث عنها بسرعة الآن ولكن لابد ربطها لابد فهمها عملية البك خلق الجزر من داخل المحيطات في تفجير البراكين وخروجها من الماء هذا هو البك هذه بكة أول قارة خرجت على الأساس الأول فهذه كلها ضرب أمثال الأرض ذات الصدع نتكلم الآن على التصدعات التكتونية التي تفصل الألواح عن بعضها البعض الأرضية فيصبح لدينا قارات تتشكل وينقصها الله من أطرافها فيجعل هذه كتلة مائية وتلك يابسة كل هذا لابد الآن أن نصبح نتفهم له أكثر ممن سبقنا لأن لدينا الآن الوعي والمخزون العلمي المتراكم هذا بشكل جميل إذن مثل عيسى عند الله كمثل آدم إذن ضرب مثل لعيسى وساوى بين المثلين الكا هذه للسيطرة ما بين المثل والمثل أصبح الآن محكومان مربوطان ببعضهم البعض فما يحدث عند عيسى ذاته عند آدم وربط التماثل بالأساس في الخلق إذن عندما يولد عيسى من أم بدون أب هذا التوازن في آية العمران 59 يقول لي بوضوح أن آدم ولد كما ولد عيسى هناك مريم أخرى قبل مريم هذه نحن نقول ذلك وقياساً علمنا الله أبعد من ذلك نظرنا إلى بداية الخلق ولم يكن آدم آدم جديد جديد جداً لم يكن على وجه هذه الأرض أكثر من 12 ألف عام 12 ألف عام ظهر آدم انظروا هذه الأرض ملايين سنين هناك كثير جداً من المخلوقات من قبلهم مخلوقات عاقلة كانت تعيش على وجه هذه الأرض وحضراتها مدونة تشعب قليلاً عن الأهرامات الأهرامات لا توجد في أرض الجبت فقط ولكنها توجد في البوصنية والهرسك لمن لا يعلم وهي أكبر وأقدم وموجود منها في أمريكا الشمالية والجنوبية وموجود منها في القطب الجنوبي ويوجد في الصين وغارقة في البحر في اليابان تعلموا اقرأوا وابحثوا إذن هذه المنظومة العظيمة لابد من مخلوقات معينة عاقلة متطورة جداً لها قدرة علمية جعلت هذه المفاعلات الكهربائية التي لا تبنى إلا على منظومة جبلية وتحتها أكوفرز مياه تسير من تحت وتتولد هذه الشحنات الكهربائية التي تشحن الغلاف الجوي من العيونسفير ويصبح لها مجسات لإستحلاب هذه التيارات الكهربائية في أماكن أخرى فتولد كهرباء وإنارة وكانوا يعرفوا البطارية ويعرفوا تينغستن هذه اللمبات والأدلة عليها كثيرة ومدونة وموثقة ومحفورة في الصخر لا نستطيع أن نلفظها ونقول هذا الكلام غير صحيبة كانوا متعلمين أكثر مننا عندهم أدوات القطع وأدوات اللافيتيشن هي المقاومة الجاذبية في رفع الأشياء الثقيلة وتشكيل الصخور وجعلها ملء كالطين يعني تصبح رخوة ويستطيع تشكيلها ثم إعادتها صخرية صلبة كما تراها ولا يوجد مجالات في إدخال شفرة ما بينها إذن نحن الآن نتكلم عن مجموعات ثاقبة علمية وضرب الأمثال في كتاب الله هو لربط كل هذه الأحداث المسميات نعم أتفق معك يعني عندما يقول الله أحمد محمد محمود هذه المسميات لها دلالات صفات ليس بالضرورة اسم الشخص عند ميلاده بتسميته من أباه من والدها أباه وأمه يعني الوالدان يسمى شخص باسم معين ولكن الله يسميه باسم آخر هذا الاسم الإلهي المسقط على المخلوق هو الأهم لديه هو أصل الثبات فعندما ولد أحمد كان قبل أن يأخذ رسالته ويصبح نبيا بشر به المسيح سلام الله عليه فقد قال يأتي لم يقل نبيا قال رسولا يأتي من بعدي اسمه أحمد وعلمنا الله سبحانه وتعالى أن الرسالة تحمل وليس بالضرورة أن يكون نبيا يعني ليس كل رسول نبيا ولكن بالضرورة كل نبيا رسولا النبي يحمل رسالة ولكن يوجد رسول لم يكونوا نبيا لم ينبأوا بشيء فأحمد حمل رسالة المسيح من قبل تتفاجأ الناس من سماع هذا الكلام نعم حمل رسالة المسيح وقال الله وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان إذا كان في يديه كتب معينة لم يستطيع أن يؤمن بها تماما كما نحن نمسك الآن الأنجيل ونقرأها لن نستطيع أن نؤمن بها لأن فيها لغط كثير جدا فهو يحاول أن يوصل رسالة المسيح بقربه من الله وحبه لله وقد بشر به المسيح سلام الله عليه ولكن حرفت رسالة المسيح فلم يستطع أن يؤمن بها وبقي يقلب وجهه في السماء حتى أراد له الله سبحانه وتعالى أن يصبح نبي الزمان لأنه مخلص مخلص جدا للبحث عن الله وهنا فلنولينك قبلة ترضاه تصبح أنت الوالي على هذه القبلة قبلة الثبات التي لا تتبدل أبدا وهي ذاتها البيت الذي بوأه لإبراهيم سلام الله عليه عندما بحث ودققت فنعم أنا أتفق أن ضرب الأمثال وهذا دقيق هي مهمة خطيرة للغاية في كتاب الله وهو مبني عليها بالكامل والتمام ولا يمكن أبدا الخروج عنها هي ذاتها شمولية وتستطيع منها أن تبني الكثير لو لا هذه الأمثال لا سقطت كل المنظومة في كتاب الله سبحانه وتعالى أنا أنصح الناس أن تدقق فيها سؤالك الآخر كان بالنسبة للبشر فأنا أدعوك إلى قراءة صورة الحجر وبالذات الآيات التالية من 28 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ الْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِنْ سِلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنِمْ عندما تعود للوراء قليلاً وتقرأ وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنْسَانَ مِنْ سِلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْنِمْ خَلَقْنَا فالإنسان قديم مخلوق قديم والجان خلقناه من قبل من نار السموم إذن الجان كما علمنا الله هي طاقة الرح والنفس مع بعض تسمى جان الطاقة غير الإنسان وهو الجسد الجسم نفسه الإنساني فالمخلوق الطاقي الذي سكن هذا المخلوق من التراب والماء وأصبح طيناً وتشكل جسماً يحتوي كوعاء داخله الطاقة الروحانية والنفسية هذا المخلوق على بعضه جزء طاقي وجزء مادي قديم فقد قال الله بأن عملية الخلق هذه قديمة ولقد خلقنا في الماضي الإنسان من صلصال من حماء مسنون ومن يدقق الآن يرى وإذ قال ربك الملائكة إني خالق خالق الآن شيء جديد قادم ولكنه هذا يسمى بشر من صلصال من حماء مسنون نفس المادة إذن هنا الترابط والربط السريع في الذكر والذكر أي الربط المنطقي للمعلومة المذكورة فنجد أن الإنسان هذا في خلقه من صلصال من حماء مسنون هو أصل الجسم الذي جاء منه البشر إذن البشر يقول الله بأنه إنسان جسماني ولكن طرأ عليه شيء جديد في الجان الطاقة التي داخله الجان الروحانية بالذات مختلفة عما كانت في الإنسان السابق ولكن جسم واحد ولذلك نقول بأن آدم ولد من أم بدون أب أي أنه إنسان في الجسم ولكن الجان الذي فيه يختلف عن الجان الإسرائيلي الإنساني السابق شكراً كتير دكتوري أعطيك ألف عافية شكراً أخي عاطف عندي أسئلة كتير على تشات إذا تعبت من أجلهم ومن رجعي طالب أنه كتير أنا بصراحة مرهق بعض الشيء ولكن ممكن نأخذ أسئلة نكمل شوي حاضر طيب أنا ماشي بالدور مهول مشكلة كل سؤال بده حلقة لحالها إذا السؤال طويل إذا تحكي لي بأس أنا بحكي له وراء السؤال حمل نوح ذرية معه غير قومه فهل إسرائيل كان معه أم ذرية إسرائيل طيب الفكرة بكل بساطة أنه ذكر الله سبحانه وتعالى نوح ومن حمل نوح معه في عملية الخروج من الطوفان لخبطة تأتي في أننا نتكلم الآن من المجموعات التي تم إثناؤها أو يحصل عقابها باستمرار هم المأجوج دائما في الواجهة ولكنهم لا يقضى عليهم جميعا فالله يسمح لمجموعة منهم تتراجع أما هي في بعض الأحيان بأن تبقى وتستمر لذلك نجدهم معنا إلى يوم نهار ومن المجموعات التي كانت مع نوح سلام الله عليه بني إسرائيل وهذا يعني أن إسرائيل والدهم أو أباهم أقدم بكثير من نوح لا يمكن أن نقول بأن إسرائيل كان في هذه السفينة ونحن نسمع كثير من الناس يتكلمون في هذا الموضوع ويقولوا أن إسرائيل مما حمل مع نوح فهذا كلام غير مستصاغ لأن هناك أحداث لبني آدم ويتحدث الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل لأن هناك بني إسرائيل قبل آدم وقبل ابني آدم ونوح جاء بعدهم متأخرا فأنا أجد يعني السقوط في هذا المسقط يحتاج إلى نوع من التدقيق والخروج منه بسرعة لا نقول أبدا بأن إسرائيل كان مع نوح هذا غير صحيح وهناك من يقول بأن العبد الصالح هو إسرائيل من كان في تلك السفينة يعني يذكره الله سبحانه وتعالى هذا كلام غير صحيح الذكر في الصلاح والثبات ورفع الشأن دائما يكون للنبيين الأطهار الذين حافظوا على الأمانة وهذا كان نوح ولم يكن الكلام لإسرائيل منسلق من آيات ربه فنعم قال الله سبحانه وتعالى بأنهم سيصلوا بأمان ويهبطوا وسلام على مجموعة يريدها الله سبحانه وتعالى أن تعيش في امتداد لفترة أخرى ثم يعذبهم الله من بعد ذلك إذن هناك دلالات واضحة مجموعات إيمانية ومجموعات من بني إسرائيل يترك لهم الله المجال أنقذهم مع المجموعات هذه وافق على صعودهم ويعاقبوا من بعد ذلك في استمرارهم في نفس الهوان وثباتهم على ما هم فيه طيب تكتور بدك تكمل أكمل معك لكن قبل أن ندخل في هذه كانت الآية تقول قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك أمم ليست أمة واحدة ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم هؤلاء بني إسرائيل تفضل طيب السؤال بعده من هو الذبيح من قراءاتي للقرآن والتدبر أرى في معظم الآيات نجد أن الله تعالى يفصل بين إصحاق ويعقوب عن سيدنا إسماعيل ووهبنا له إصحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وغارون وكذلك نجسي المحسين هذا أول سؤال تامي دور على الباقي تعمل معهم بسرعة بسرعة يعني إجابات سريعة لأنه كلها أسئلة مكررة تعملنا معها من قبل وموجودة الحمد لله في كل محاضراتنا الحمد لله سبحانه وتعالى بالنسبة لإسماعيل وإصحاق ويعقوب علمنا الله بأن الأم واحدة فقط لإسماعيل وإسحاق هذا بين جدا ووجدناه في كلام الله سبحانه وتعالى فلا يوجد أم لإسحاق وأم لإسماعيل هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق وعاري عن الصحة الله سبحانه وتعالى بشر إبراهيم وزوجه بإسماعيل ثم إسحاق ولإسحاق نافلة هي يعقوب الحفيد والمفاجأة التي وجدناها في كتاب الله أن يعقوب لا عقب له أي أنه لم يلد لم يكن له من نسله أبناء أو ذرية بل ربا بعد وفاة إسماعيل وإسحاق من هذه الذرية الطاهرة فأصبحوا أبناءه وليس أولاده فهناك فرق ما بين الوالد والأب في كتاب الله هذا ما وجدناه وثبتناه الحمد لله أن إسماعيل هو الإبن الأكبر البكر فلما بلغ معه السعي أي أنه كان طفل صغير وترعرع إلى أن وصل إلى سن يستطيع أن يسعى مع والده وبدأ يحمل معه هذا الحمل الثقيل وولادة إسحاق هي بعد ذلك فيصبح الآن أصغر من إسماعيل فإسماعيل حمل هذا الحمل الثقيل وهذا هو الذبح في كتاب الله سبحانه وتعالى أرى أني أذبحك أي أثقل عليك وأحمل عليك كثيرا في العمل وهذا الشيء نقوله حتى بيننا الآن المجتمعات لا أدري لما الناس ذهبت إلى استخدام الميديا في الذبح هذا الكلام غير صحيح الذبح هو التحميل الإجهاد باللغة الإنجليزية يسمى exhaustion أو fatigue يصبح الشخص متعب مرهق من كثر العمل وهذا بالضبط ما حصل مع إسماعيل تضلي يا جود أم هي عم تحكي هل سيدنا إسماعيل من ذرية سيدنا إبراهيم أم وهبه الله لسيدنا إبراهيم ليساعده كما وهب سيدنا هارول لسيدنا موسى تمام فاهم وجهة نظرها أن هناك أخر الهبة مفتاح رهيب جدا في كتاب الله لابد أن ندقق فيه أكثر لأن كنا كتبنا فيه ونشرنا الحمد لله بأن هناك العطاء هناك الرزق هناك الهبة كل مفردة من هذه المفردات لها عمق أكبر ويجب أن ندقق فيها لنفهمها أكثر الهبة مفتاح عظيم جدا يعطي الله سبحانه وتعالى عطاء معين ثم يسترده بطريقة أخرى لأنه تدخل نسميه the hand of God تدخل اليد الإلهية في حدث معين وهذا يخل بقوانين الطبيعة التي وضعها الله سبحانه وتعالى من العادة أن الله خلق الخلق ورتب أمور كل شيء وترك كل شيء يصير بمنظومة محددة تسمى الدين هذا هو النظام الدين فالدين يتحرك الآن بمنظومة ثابتة متطورة متنامية متكررة ولذلك جعل لها ضرب الأمثال فالمنظومة مستمرة متحركة بشكل دقيق وهذه سنن الرحمن التي لا تتبدل ولا نجد لها تحويلا عندما يتدخل الله مباشرة لتبديل حالة معينة أو يحول مصار خط معين فهو تدخل في منظومة زمنية ستحدث تبعات لها فيما بعد في مناطق أخرى لأنها تغيرت المنظومة بسبب هذا التدخل فلا بد أن يتدخل الله من جديد ولو بعد حين لإعادة المصار لمصاره الطبيعي إذن تمتع الشخص بهذه الهبة في حياته في هذه الفترة ولكنها تسترد ربما من أحفاد أحفاده من بعد لإعادة كل شيء إلى مصاره الطبيعي فنرى الآن عند إبراهيم هبت إسماعيل وإصحاء ويعقوب هؤلاء تدخل إلهي لأنه لم يكن من الطبيعي أن يكون له ذرية في هذا السن وما تحدثت عنه زوجه وهي واحدة كما قلنا ولكن الله أراد أن يهبهم هذه الذرية فوهبوا الذرية ولكن نلاحظ تصحيح المصار بأن أوقف هذه الذرية عند يعقوب فيعقوب لا عقب له لا معقب له فعندما تأتي بني إسرائيل وتقول إسرائيل هو يعقوب فنقول لهم يعقوب لا ينجب فمن أنتم فمن أنتم سبحان الله تفضلي يا جود الأخ مروان الشاهين عم يسأل ما نوع التفضيل الذي خص به الله بني إسرائيل جميل الفضل هو أن يتفضل الله على المخلوقات فالله متفضلا لا مفاضلا المفاضلا المفاضلا هي أنك تقول والله هذا الشخص أنا أحبه أقربه لي أكثر وأبعد ذاك فلا يعطى نفس الفرصة وهذا الكلام غير صحيح لا يصح لإله المخلوقات تفعد مع بعضها ذلك فتقول فلان والله أنا أريده قريبا مني أفضله لأن هناك مثلا صلة رحم بيننا ربما بينه وبينه مصالح وكذا هذا هو التفضيل الآن ما بين المخلوق والآخر ولكن عند الله متفضلا لا مفاضلا لا يفاضل بين المخلوقات ويتفضل عليهم جميعا مثلا المعجزات عندما كانت تكلم الناس عن المعجزات يتفضل الله على عيسى بمعجزة ويتفضل على موسى بمعجزة هذا يعني أن الاثنان متساويان في ميزان الرحمن ولكن الفضل الذي أعطي هذا وأعطي ذاك ليس هو ذاته ولكنه أعطيها بنفس الميزان إذن عندما نتكلم عن بني إسرائيل بأنه فضلهم عن العالمين فنبحث في آية أخرى موازية نجد أن الله سبحانه وتعالى فضل بني آدم أيضا إذن لا يمكن أن نقول بأنهم الأحسن أو الأقرب إلى الله هذا كلام المعممين الكذبة وما خدروا به الناس وصحروهم من كذب ولا يقرأ أحد منهم الآيات الكريمة التي تتكلم عن تفضيل بني آدم لا تسمعوها منهم إطلاقا ولن تسمعوها في أي خطبة جمعة ستجدوهم يتكلمون عن الفضل الذي ظهر عند بني إسرائيل فقط أنا أريد أن أقرأ عليكم الآية في الإسراء سبعون ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثيرا ممن خلقنا تفضيلة أي تفضل ها هي فوق بني إسرائيل لمن يبحث الآن عن الفضل الذي عند بني إسرائيل وأنهم مفضلين على العالمين فنقول لهم لقد كرم الله بني آدم وهذا أعظم من الفضل هذا كرم هذا خصوصية خصهم بشيء وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى لم يكرموا الله بني إسرائيل فلماذا لا يتحدث المعممون في ذلك لماذا لا تسمعوهم ولن تسمعوهم في يوم الأيام يقولون أن بني آدم كرموا عن بني إسرائيل وعمليات المفاضلة الآن نجد أنها تكسر هنا عمدا من الرحمن ويقول وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا بما فيهم بني إسرائيل تفضل إذن العطاء الخير الاختصاص بالفضل من الله سبحانه وتعالى يوازن بين النبيين في الفضل وهو تفضل على بني إسرائيل بأن سترهم أكثر من مرة أبعد عنهم الإفناء كانت ممكن الناس تفنيهم في لحظة من اللحظات عندما تكتشفهم وتكتشف شرورهم ولكن الله سترهم ويسمح لهم كما رأينا عند نوح رأينا عند نوح قال لك أنا أجعلهم يخرجوا الآن من هذا المأزق وأعطيهم مهلة وإن شاء الله سنعذبهم بعد ذلك إذا استمروا في هذا العمل وفعلا أعذبهم أكثر من مرة الأجيال تخرج المجموعة شاذة منهم فيعذبهم وتستمر الأخرى وهكذا تفضل طيب دكتور في سؤال جوابه كمان بالدوحة الآلة أنه عم تسأل الله تعالى خلق سيدنا آدم كما خلق سيدنا عيسى من أنثى وبعد ذلك كيف كان الخلق بعد آدم ما هي الخلق قبل آدم وبعد آدم قبل آدم في مخلوقات كثيرة تسمى بالإنسان الناس كل الناس مخلوق قبل آدم اصطفى الله مريم كما اصطفى مريم عيسى اصطفى مريم آدم وجاء منها بهذه المجموعة الآدمية ادخل أنت وزوجك الجنة فعليك الآن أخت السائلة أن تدققي في كلمة زوج وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة أصحاب المشأمة والسابقون سابقون أولئك المقربون إذن الأزواج نوعية هنا ليس الذكر وأنثى إطلاقا بل هي نوعية إذن الأزواج إما نوعية إما ذكر وأنثى وأيضا هناك زوج الجان وهو الروح والنفس التي تسكن في الإنسان في الوعاء هذا الذي يحملها المادي وهكذا نتعلم أن من جاءوا من بعد ذلك استمروا نفس المجموعات القديمة من الإنسان في الناس اليأجوج والمأجوج وهذه المجموعة التي أراد لها الله تفوق نوعي إيماني قريبا من الله سبحانه وتعالى العرب ومجموعة الخطيئة عندما تدخل المؤمنون خطأا مع اليأجوج وخرج جنس الخطيئة الأعراب فأصبح لآدم العرب والأعراب كما لإسرائيل اليأجوج والمأجوج وهي التناسلات موجودة على وجه الأرض إلى يوم النهر طيب حبيبتنا أميرة عم تحكي هل حقيقة منع المسلمين من الحج في العهد العباسي مدة أكثر من ثمانين عام لكي يتغير الجيل وينسوا بكة هذا صحيح من يربط تاريخيا هذه الأحداث ويدقق فيها بهذا الشكل يبدأ الآن يتعلم فضعت هذه الأحداث التي قام بها العباسيون أنسوا الناس زجوا بهم في الصحاري حرفوا سيرة النبي سلام الله عليه من فلسطين وأرض البركة إلى الصحراء جعلوا النبيين مشتتين في كل بقاع الأرض جعلوا لهم دين بديل مسحوا التاريخ السابق للأمويين وهذه المجموعة النورينية من الأمويين هم نسراتس هم مجموعة من المناصرين لمحمد سلام الله عليه وكانوا من البيزنطيين أيضا وكانوا على المسيحية يعني على دين وليسوا مشريكين كما ادعوهم قريش كيرياث الموجودة اليوم قرية العرب في الخليل في أرض فلسطين مباركة فنقول للناس يعني عليكم بالتدقيق عليكم بالعودة إلى الخرائط القديمة إلى الكتب القديمة دققوا وقرأوا وقارنوا وعلموا أن هناك أحداث زورها أولئك المرضى العباسيون وأنسوا الناس الحقيقة وحرقوا كل الكتب القديمة فنقول للناس إن كانت هناك صلوات جامعة للنبي سلام الله عليه وهذا حق أين هي؟ لماذا أحرقت؟ لماذا لم تتبين للناس حد الآن؟ أين هي الأحاديث الأموية؟ لماذا كل أحاديث عباسية في فتر العباسيين؟ هناك تساؤلات كثيرة جدا نعم هم مزورون باحتراف تفضل يا جود الأخ أنيل عم يسأل نعلم أن آدم له نفس وروح فهل لإسرائيل روح أو نفس؟ بارك الله فيكم وبفيك أخي وياكم يا رب أجمعي نعم نعم نتكلم الآن عن الروح عندما يتشكل الجنين نذهب إلى هذا المنحة وهو دقيق في بطن أمهي يبدأ الجسم يتشكل هذا الجسم عندما تدخل فيه النفس وهي تدخل أولا هي التي تتحكم في نوع الجنين إن كان أعضائه ذكرية أو أنثوية لأن النفس هي صاحبة الأنوثة والذكورة وتسمى في كتاب الله بالإنس والجن فالجن هي أنوثة النفس والإنس هي ذكورة النفس وهذا هو الأصل هذا هو الأساس فعندما تزرع بأمر الله سبحانه وتعالى وهذا من أجمل مناطق البيانة التي علمنا الله ونعلم أن هناك من لا يتقبل هذه الأفكار حتى الآن ولكن بإذن الله يجد ثباتها في كتاب الله عندما تدخل هذه النفس وتستقر في الجسم يتشكل أعضاء المخلوق ليصبح ذكرا جسمانيا أو أنثى لحد الآن هذا المخلوق لم يحيا بعد عند دخول الروح فيه تدب فيه الحياة ويصبح له دبيبا وهي نبضات القلب هذا معنى الدابة في كتاب الله الآن هذه الذبذبة أو الدبدبات وحياة المخلوق وحركته يصبح مخلوقا حيا هذه تماثل في علوم الكمبيوتر ما يسمى البيوس اللي هو البيسيك انبوت اوتوت سيستم لا يشترى جهاز كمبيوتر حتى الآن عندما تشغل هذا الجهاز بدون أن يكون عليه مشغل ويندوز أو الأو اس الخاص بالأبل على سبيل المثال يعني الجهاز يعمل بخصائص بسيطة للغاية هذه هي الفطرة الأساسية هذه الروح لكل المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الكون قبل حتى المخلوق الإنساني جميعها لها هذه الروح لأن بدون هذه الروح لا تحيا المخلوقات الآن تطور هذه الروح كونها تتعلم تأخذ الآن مايكروسوفت أوفيس يدخل فيها الورد ويدخل فيها الإكسل والباوربوينت لاحظوا تشعبات جديدة مفاتيح أكبر في النماء أعلى منظومة أعقد وتتطور باستمرار يحصل لها أبديت هذا هو الروح التي نفخ فيها الله سبحانه وتعالى وميز البشر آدم عن هذه المجموعات الإسرائيلية من قبل فهو نفس الإنسان في الجسم ولكنه بشرا سويا أي أنه نفخ فيه من الروح التي هي أعلى درجة ممن سبقهم من قبل هذا هو الفرق في الآدمين طيب الأخ جمال محمد عم يسأل لماذا الرسول سلام الله عليه لم يعيش في بيت المقدس بكة هذا الكلام وهم من يقول ذلك لا يدري معطيات أحداث كتاب الله كل أحداث كتاب الله سبحانه وتعالى تدل على أن محمد سلام الله عليه كان في أرض فلسطين مباركة معاركه دارت في أرض فلسطين مباركة على سبيل المثال نبدأ بمعركة بدر هذه المعركة جاءت في مكان ذكر الله ربط بياني ونقول الثبات المكاني والاختلاف الزماني فيربط الله بضرب الأمثال أحداث جرت عند موسى سلام الله عليه باستخدام كلمة الجمعان فيقول عندما ترى الجمعان أي أن فرعون من بني إسرائيل مأجوج ومن معه يحاول الآن أن يلحق بموسى ومن معه من اليأجوج وهذه الجماعات التي خرجت معه من منطقة اللسان في أرض فلسطين مباركة إذن هو في المنطقة الغربية من البحر الميت يحاول العبور الآن ليخرج في المنطقة الشرقية من البحر الميت ويصبح في الأردن عن طريق اللسان هذه المنطقة من الأرض التي يستطيع العبور عليها وهي واضحة لليوم بحمد الله سبحانه وتعالى مكننا الله أن ندقق في الكلمة تراء الجمعان أي مجموعة فرعون تلحق بموسى ومن معه عند هذه النطقة المدخل الغربي للبحر الميت في أرض البركة فيقول الله في آيات أخرى عند محمد سلام الله عليه فعندما التقى الجمعان إذن هدارت معركة هنا في نفس المنطقة التي كان فيها موسى في لحظة من اللحظات ولم يلتقي الجمعان بل تراء كان واحد يلحق بالآخر أما هنا عند محمد سلام الله عليه في نفس النقطة مع اختلاف الزمان وليس المكان التقى جمعان من المأجوج من بني إسرائيل وتقاتل مع هذه المجموعة الإيمانية لمحمد سلام الله عليه ومن معه في معركة بدر هنا عند البحر الميت في أرض فلسطين المباركة ونذهب الآن إلى حنين ونجدها موجودة في أرض فلسطين المباركة بنفس مسمياتها ونفس مواقعها على الأرض ونبحث الآن عن باقي المعارك وإذا بنا نصل إلى الفتح وموقعات الأحزاب وندرك وجود النبي محمد سلام الله عليه من الآيات وضقتها الفتح لا يكون إلا لمكان يحتل هذا المكان عندما يحتل من مجموعة نجسة قال الله بأنهم نجس لا يقربوا مسجدي إذن هذه المجموعة لا بد أن تطهر فيقول طهر بيتي لإبراهيم وإسماعيل إذن جميعهم يأتوا لمدينة القدس بكة المدينة المنورة ويقوموا بتطهيرها من بني إسرائيل وإعادتها من جديد طاهرة نقية من هذا الجنس الخبيث والملعون وتعود للمؤمنين من جديد محمد لم يكن بدعا من الرسل فعليه أن يطهر بيت الله الذي أمر الله سبحانه وتعالى له أن يكون هو الوالي عليه لأن ولينك قبلة ترضاها هذه قبلة الرضا هنا يقبل عليها ويصبح والي عليها ويحافظ عليها وينصره الله سبحانه وتعالى بالأنصار وهم مجموعات مسيحية من الروم المؤمنين أسمى الله صورة عظيمة في كتابه العزيز بمسمى الروم وإما أن يعلي الله اسم المخلوق أو يتكلم عن مجموعة ذميمة كالمنافقون هذا إلا الأعراض والله سبحانه وتعالى لم يذم الروم في كتابه أبدا بل وصفهم بالمؤمنون ومن بعد أن غلبوا في هذه الأرض فكان غلبهم قبل أن يدخلوا في الإسلام قبل أن يدخلوا دين محمد سلام الله عليه ولذلك غلبوا لأنهم لا يعلموا قبلة الحق ولكنهم يدافعوا عن المسيحية وعن الصليب عندما أخذ عن طريق الفرس ونزع من هذه الأرض ودنس باحتلالها من جماعات الفرس ومن معهم عشرين ألف مقاتل من بني إسرائيل مأجوج وأبعد المسيحيون عنها ونكل بهم فبعث الله هرقل من جديد ليأتي ليفتح هذه المدينة ومن بعد غلبهم سيغلبون ها هم يغلبون اليوم ولكن غلبوا متى عندما الآن أصبحوا أنصار لمحمد الذي تواجد معهم السلام الله عليه في هذه الأرض وبايعوه وتعلموا رسالة الحق وأنه المخلص الذي نبههم له المسيح قادم من بعد وهنا فقط يصبح لهم الغلبة وهذا ما نقوله لأهلنا في فلسطين اليوم عودوا إلى قبلة الحق والله الذي لا إله إلا هو لينصرنكم الله في أسرع وقت ممكن ولن يتخلى عنكم أبدا نحن الآن في أمس الحاجة في هذه الظروف الصعبة أن نعود إلى قبلة الحق بكا ونبعد الآن كل البعد عن هذه القبلة الضلالية التي أضلتنا لأعوام طويلة ولكرون طويلة أنا الأوان الآن أن تدركوا أن كل من في هذه القبلة المشؤومة التي أنتم عليها اليوم تخلوا عنكم جميعا ولم تسمعوا منهم ولن تسمعوا منهم نصرة على الإطلاق لن ينصركم أبدا فهم منافقون يكذبون ولا يعبدون الله الواحد الأحد هذه المقولة من الآخر عليكم أن تصلوا إلى هذه الحقيقة العودة فقط اليوم إلى قبلة الحق والله الواحد الأحد إياك نعبد وإياك نستعين هنا فقط الله سبحانه وتعالى ينصرنا ويعزرنا بهذه الملائكة كما فعل مع محمد سلام الله عليه والنبي فضل الأخت هاجر عم تحكي أليس القبلة الأولى كانت الأقصى من هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطرة المسجد الحرام وحيث ما كنتم فقل وجوهكم شطرة تمام القبلة الأولى والأخيرة الله لا يبدل كلماته لا يبدل قوله ولا تتبدل سننه فمن سنن الله سبحانه وتعالى أن يتعاقب المسجد الحرام وقبلة الحق النبيين من آدم إلى محمد 24 نبيا تعاقبوا على نفس القبلة الثابتة لله سبحانه وتعالى من لا يستطيع أن يستوعب هذا الثبات سيصبح الآن في مأزق كبير جدا لا يستطيع لا هو ولا كل من يتبعهم من مشايخه أن يجيب عليه فنقول هل الله ثبات فيأتي نعم هل الله قال بأنه قوله ثابت نعم قال كلماته ثابتة نعم إذن نادى الله بقبلة واحدة ثابتة لا تتبدل من الذي يتبدل وينسى المخلوقات تنسى وتبدل فعندما نرى الآن توجيه بأنك جعل الله الكعبة البيت الحرام إذن كانت في فترة محمد سلام الله عليه محاولة كما التي نحن عليها اليوم لتحويل القبلة لمكان آخر وكانت الناس على قبلة ضلال فجعل الله الكعبة البيت الحرام أي أعاد الناس إلى البيت الحرام في القدس من جديد كلمة الحرام ذات القدسية ترتبط بالقدوس الله سبحانه وتعالى فلا تتغير أبدا لا يمكن أن يبدل الله قبلته لنبي دون الآخر فيأتي يقول كل النبيين قبلتكم القدس وعندما يأتي محمد نغيرها أو نبدل المكان لأننا لا نريد مثلا القدس فهي يتواجد فيها بني إسرائيل هذا كلام العباسيون كرام بني إسرائيل كلام من يريدون أن يحتلوا القدس منذ زمن بعيد جدا وهم يفعلون ذلك الآن ينسون الناس أهمية هذا المسجد الحرام والبيت الحرام وكعبة الناس وكعبة الله التي أراد للناس أن يحجوها فمن يتناساها اليوم هذا دليل أنه يتبع دين بديل ليس دين الله سبحانه وتعالى لنولينك قبلة ترضاها إذن سيصبح والي على قبلة الرضا هي ذاتها قبلة إبراهيم من قبل فنسأل أنفسنا وأين كان إبراهيم هناك من كذبنا وجاء كاذب قديم وكاذب جديد الكاذب الجديد قال إن إبراهيم زرع إسماعيل ووالدته في الصحراء الكاذب القديم وهو إسرائيلي قبل المسيحية جاء وقال نفس الشيء قال إن إبراهيم أخذ زوجه هاجر وإسماعيل وزرعهم في الصحراء فذهبنا نقرأ هل كانت الصحراء ذاتها عند بني إسرائيل قبل المسيحية نفس التي جاء بها المسلمون فوجدنا الكذب الآن يتبين بأن الصحراء هناك كان الصحراء النقب في فلسطين فنأتي لمشايخنا اليوم ونقول لهم أيها الكذبة من نصدقكم هذا الإسرائيلي الجديد لديكم في بداية الإسلام الآن بعد وفاة النبي أو ذاك الإسرائيلي اللعين القديم إثنانهم يكذبان لم يكن لإبراهيم إلا زوجة واحدة ولم ينفي ابنه أبدا الله قال فلما بلغ معه السعي أي لم يفارق أباه أبدا الإبن لم يفارق أباه والأب لم يفارق ابنه مطلقا نحن الآن في حالة تخبط عظيمة لا بد من الخروج منها هذه المجموعات تكذب وتكذب بشكل بشع جدا وتصر على الكذب للأسف لجهل الناس بكتابها وهجرها للكتاب هذا هي المأساة التي نعيشها الأخ إبراهيم البريء بيحكي دكتور هل سمعت عن الرسول سليمان الذي ظهر في المغرب ويدعي بأنه هو من سيعلمنا تأويل الكتاب؟ أنا لا أكترث كثيرا بصراحة بكل هذه الدعاءات سنسمع الكثير والكثير لا يهمنا ذلك يأتي من يأتي ولكن إن لم يقرأ علينا آيات الرحمن ويأتي ببراهيم ثابتة ويعيدنا إلى بكة القدس وثبات المسجد الحرام والبيت الحرام والمشعر الحرام لن نؤمن له لن نؤمن لأي مخلوق يدعون بالبعد عن بكة القدس بعد اليوم إن جاء مخلوق منهم ونادى ببكة القدس المسجد الحرام الأوحد وبيت الله الحرام ومشعره الحرام سنذهب معه إلى أبعد متى بإذن الله تعالى السؤال لبعده هل يوجد منظرين من غير إبليس؟ هل السامري من المنظرين كذلك؟ جميل عندما يدقق أحد في السامري ألم تلاحظوا شيئا عجيبا؟ ألم يلفت نظركم أن إبليس عندها قدرة على المورفينج أو التشكل؟ إبليس عندها قدرات معينة متعها الله بها سبحانه وتعالى ولذلك يهابها الكثير حتى من الملائكة ولازم نعترف بذلك لابد أن نعلم أنها كانت ملك صادق له مهمة كبيرة في الكون وهي كمن يقوم بضبط الجودة فتقوم بزعزعة المخلوقات والتأكد من مدى ثباتهم على الحق وبالأخص في الجندية يعني عندما يكون لك جيش معين ومجموعة من القادة لابد أن تتأكد من ولائهم للقائد الأعظم وأنهم جميعاً على نفس المستوى والإنسانة. والإخلاص في أمنتهم ولم يتزعزعوا فكانت وظيفتها هذه ولذلك يهابها الكثيرون واستغلت هذا فما أردت أن أقوله السامري هو ذاته إبليس وستستغرب الناس عندما تستمع مني هذا الكلام ولكن الحقيقة أن ظهرت إبليس في كتاب الله في أكثر من مواضع يعني عندما مثلاً نتذكر في موقع تبدل علمتنا الآيات بأن إبليس كانت تدعو هذه المجموعات أتفضل يا أميرة كنت أعرف أنها نفس إبليس أقسم بالله كنت أعرف صدقتي أحسنتي هل تتذكري المواقف هذه بعد المواقف اللوجدتها؟ كيف يعني ما فهم السؤال إنها تتغير هي تتجسد هي تتغير وتتجسد ويعني كل مرة تجيب هنائنا سبحان الله هي كذلك يعني لماذا قلت أنا من المنظرين إبليس فقط هي التي كان يعني كيف سيدنا موسى يقول اذهب قل لا مساس كنت أعلم الحمد لله يعني بعد تتبع هذا بدأت يعني سبحان الله لغز يتحلم بعد بعد يروح لغز وحده أخر يتفتحهم كأن ننام تسارع سبحان الله شوفوا في الأنفال تصديقاً لهذه المنظومة الجميلة من كتاب الله الآية 48 وإزينا لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس طبعاً الشيطان هو إبليس يعني الطاغوت وإني جار لكم يعني أنا معكم مساندكم بشكل كبير جداً ولكن لاحظوا الفصل في الآيات فلما تراءت الفئتان نقص على عقيبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون هذه الآية أو هذه الكلمات تستحق الوقوف عندها بشكل كبير جداً إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب لاحظوا الآن قد شاهدت شيء الناس المحيطين بها التي كانت تجسمت في شكل معين وظنوا أنها فعلاً معهم وتساندهم وقالت لهم أني جاراً لكم يعني أنا دعم لكم هنا رأت شيء لم يروه هم لا يستطيعون أن يروه وهذه الآيات تصدقنا يقول إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون قد رأت الملائكة الذين أنزلهم الرحمن في بدر لمساندة المؤمنين ومحمد وكان هذا من أجمل المعجزات التي تغفى عن الناس بأن محمد هو أعظم النبيين الذين قادوا الملائكة هذه معجزة محمد التي لا يتحدث أحد بها يعني دائماً يقول القرآن وهذا جميل ولكن محمد له معجزة لم نراها عند الكثير من النبيين من قبل محمد سلام الله عليه كان يقود ملائكة جند من الله ملائكة رأتهم إبليس هنا الآخرين لا يرونهم هذه المجموعة من أقوى القوات الضاربة في الكون تسمى بمجموعات التسعة عشر هذه المجموعات هي التي يبعثها الله للقضاء على بني إسرائيل ومن معهم وكل من يساندهم من الشياطين إن كانوا من الناس أو الجنة ونحسب أهلنا في فلسطين إن شاء الله أن يساندهم الله بهؤلاء ولكننا نطلب منهم أن يعودوا إلى قبلة الحق هذا مهم جداً القناعة هذه في قلوب المخلوقات عندما يستدير المخلوق الآن ولا يدير الدبر إلى القدس بك القدس هذا المكان وهو المسجد الحرام وبيت الله الحرام ومشعر الله الحرام ثلاث دوائر داخل بعضها البعض شيء مهم جداً هنا وجه الله نحن ندير الدبر لوجه الله ونتجه إلى مكان آخر قبلة إبليس هذا خطأ خطأ كبير جداً لابد العودة عنه يبدو أنه صعب نعم ولكن عندما نقرأ ونتعلم ونتثبت من كلمات الله ودقتها هنا ينصرنا الله سبحانه وتعالى هنا ينصرنا الله شكراً كتير دكتور دكتور عندي تعليق الأخ أنيل عم يحكي جميل يا دكتور خالد لم يجئ في بالي أن تكون إبليس السامري لأنه حتى موسى لم يستطع فعل شيء نعم كان كلام موسى دقيق يا جماعة يعني دقيقه لك موعداً لن تخلفه فهو يعلم أن الله صرح لإبليس بالبقاء إلى اليوم المعلوم صح؟ لا لا إذن عندما نتعلم هذا وندرك أن موسى يعلم حدود الله ولا يتعداها فيترق الله نافذ بأمره وفعله وعلم أن هذا من صنع الله سبحانه وتعالى ولذلك يترك السامري الأخ أنيل كتب الزوجية المقدسة ليه الإنسان والجان الإنس والجن الناس والجنة حلت لي مشكلة كبيرة في كل الآيات التي تخص الناس والجنة والتدبر بشكل عام بارك الله فيكم وزادكم من علمه الله يفتح عليك من علم الحمد لله تمتاز ويسعدك أخ أنيل صبية عم تحكي الدكتور أحلى من تكلم بالتاريخ والجغرافيا والأحداث في أرض رب الأمثال وجاوب على كل الشكوك والتساؤلات تسلامي كتير حبيبتي الحمد لله كتر الله ألف خير وإن شاء الله الناس اللي مش موجودة بالغرفة إذا كانوا موجودين لأسبوع الجاي رح أسأل أسئلتهم وصلنا أربع ساعات شكرا كتير للجميع بهذا الجواب الحيو لهذا السؤال الحلو رح نختم درس اليوم إن شاء الله وأهلا وسهلا فيكم نلقاكم لأسبوع الجاي يوم السبت الساعة خمسة بيب توقيت بكة القدس شكرا في أمان الله السلام عليكم شكرا